السلام عليكم ورحمة الله نقرأ لكم الكتاب السابع والأخير من كتاب شمس العرب تسطع على الغرب بالمستشفقة الألمانية زيغريد هانكا بعنوان عرب الأندلس يقرأه عليكم عبد الباري الطوشاني كما يمكنك الاستماع لباقي أجزاء الكتاب وستجدها على القناة بقائمة تشغيل خاصة بكتاب شمس العرب تسطع على الغرب هذا الكتاب السابع يحتوي على سبعة فصول يمكنك الانتقال مباشرة إلى الفصل المطلوب عن طريق الضغط عليه من داخل مربع الوسط عزيزي متابع قناة كتب وروايات عبد الباري الطوشاني الآن يمكنك دعمنا للاستمرار في تقديم المزيد ولتحسين جودة المحتوى سواء على بيبال أو يمكنك الاشتراك معنا على منصة باتريون التي نشارك فيها معك محتوى حصريا كما لا تنسى متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي وللاستماع للكتب مباشرة تابع البودكاست الخاص بنا ستجد كل الروابط بالوصف بالأسفل عرب الأندلس وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو كما نجح في هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخضع العالم كله بكالمة التوحيد جوتا من كتاب الديوان الشرقي الغربي الفصل الأول أصل سيدات الطبقة الراقية إن الحلية التي يقدمها الأوروبي لحبيبته أو لزوجة صديقه أو رئيسه سواء أكانت ماسا أصليا أو زجاجا مسقولا هي عادة استوردت من الشرق ويمارسها الناس كل يوم ولا يعرفون لها مصدر وتمر الصنون والحلي تلك ما زالت تتنوع وتتغير ولكنها لم تفقد قوتها السحرية في جذب قلوب النساء حتى ولو كنا نعيش في القرن العشرين ولو كتبت أنت للسيدة الفاضلة خطابا وأنهيته بالمخلص فلان أو بخادمك المطيع فأنت تعترف بسيادة العرب لأنك أخذت عنهم هذه الكلمات ولم يكن أجدادك في الغرب يعرفون شيئا منها وأنت كل من حنيت على يد سيئدة لتقبلها لا تنس في تلك اللحظة أنك بهذا تمارس عادة عربية وفي كل مكان تركع فيه أمام محبوبتك لتعبر عن فيض مشاعرك تذكر أنك تقتفي دون أن تدري أثر عشاق العرب ويتكرر هذا كل يوم وتصبح هذه اللغة وتلك الحركات وذلك الخضوع للمرأة طبيعة ثانية فينا كغربيين نكفر به عما تعودنا من خضوع المرأة للرجل لتكفر عما ارتكبته حواء من إثم فتزلف الرجل للمرأة وخطبه لودها وتقديسها سواء أكان هذا من باب الأدب في المجتمعات أو كان عن حب صادق فإنه لا يتفق مع أصول الحب في المجتمع اليرماني الذي كان يرنو إلى مساواة تامة بين الرجل والمرأة مع اعتداد كل منهما بنفسه وشخصيته المستقلة ومساواة في الحقوق والواجبات وقد تعارض هذا الاتجاه العربي في تقديس المرأة أيضا مع ما كان سائدا في دول البحر الأبيض التي كانت لا ترضى بتزلف جنس لآخر وتطلب من الجنسين على السواء بذل الجهد لحوز رضاء الجنس الآخر وعرض الكتاب المقدس أيضا ذلك المسلك العربي ونص على أن الرجل سيد المرأة ونشطة الكنيسة تحارب كل الأفكار المخالفة وتعمل كل ما في وسعها لإبقاء المرأة تحت سيطرة الرجل تبعا لمشيئة الرب وعلى الرغم من هذا فقد قاوم العرب كل التيارات المعادية واستطاعوا القضاء على هذا العداء للمرأة والطبيعة وجعلوا من منهجهم مثالا احتذاه الغرب ولا يملك الآن منه فكاكا وأصبح الاستمتاع بالجمال والغزل جزءا من حياة الأوروبيين شاءوا أم أبوا ولكن أوليس هذا نوعا من المبالغة وهل يعقل هذا الكلام ثم ألم تعش نساء العرب منذ زمن بعيد مقيدات مظلومات لا يتمتعن بحقوقهن ألم نسمع بالحاريم كالسجن يملك فيه الرجل عددا كبيرا منهن ويقيم عليهن الحراس ألم نسمع بنساء يزوجن دون أن يستشارن وتكفي بضع كلمات يتفوه بها الرجل وقت ما شاء لتصبح المرأة طالقا فعود إلى عائلتها دون أي ذنب والدين لا يمنع هذا ألم نسمع بالمرأة تحمل الأمتعة وقد تقوس ظهرها في طريقها إلى السوق وزوجها الهمام يركب حماره منتفخ الأوداج بجوارها لا يعيرها أي التفات ألم يبدأ حديثا فقط ترك النساء للحاريم وخلعهن الحجاب ومطالبتهن بالتخلص من ذل دام قرونا أين هي الحقيقة في غل هذا وما هو مركز المرأة في المجتمع لقد أقبل حارث بن أوف أشجع فتيان قبيلة مرة إلى أوس بن حارثة وهو من أشراف العرب ليطلب يد إحدى بناته الثلاث ورفضت ابنتاه الكبيرتان هذا العرب أما الإبنة الصغرى بهيسة فقد أجابت لكني والله الجميلة وجها الصناع يدا الرفيقة خلقا الحسيبة أبا فإن طلقني فلا أخلف الله عليه من كتاب قصص العرب ولكن الحارث لم يكد يقترب من عروسه حتى امتنعت عليه قائلة لا يصح هذا ونحن في جوار أبي فأمر الحارث بخلء الخيام وتحميل الجمال وغادر المكان وما أن أظلمت الدنيا حتى أمر الحارث بأن تنصب الخيام ليستريح الليل من وعثاء السفر وحاول الحارث أن يعاشر عروسه معاشرة الأزواج ولكنها نهرته قائلة ما هذا؟ أتريد أن تعاملني معاملة جالية تشترى أو سبية تؤسر في الحرب؟ لن أسمح لك أن تقترب مني إلا بعد أن نحتفل بزواجنا بين قبيلتك وننحر الإبل والشياها للضيوف من كل القبائل فأمر الحارث بالرحيل وأسرع بالركب حتى وصلوا قبيلته وأسرع بدعوة الضيوف وأقام حفلاً كبيراً ونحر الإبل والشياه كما طلبت إليه عروسه آنفاً ثم اقترب الحارث منها يريد ما وعدته ولكنها ردته عنها وقالت مهبخة كيف تجد وقتاً لمداعبة النساء؟ والعرب في الخارج تسيل دماؤهم في مذابح القتال بين ذبيان وعبس قبيلة أمي أسرع بالخروج وحاول الإصلاح بين القبيلتين المتنازعتين ثم عد لزوجتك التي تنتظر عودتك على أحر من الجمر فيركب الحارث إلى القبيلتين تواً ويقدم من ماله الخاص دية كبيرة يقبلها الطرفان ويعود السلام بعد قتال عنيف دام بينهما أربعين عاماً لقد أحصل الحارث عدد القتلى في كل من القبيلتين ووعد القبيلة التي زاد عدد قتلاها عن الأخرى بثلاثة آلاف جمل يدفعها لها من ماله خلال السنوات الثلاث القادمة كدية عن دم القتلى وعد الحارث محوطاً بالإجلال والإكبار من الجميع إلى عروسه لتتقبله بالأحضان ولينجب منها البنين والبنات ويسكت الراوي عن الكلام وتتصاعد من المستمعين كلمات الإعجاب فقد صادف الحديث هواً في نفوسهم واتفق مع الصورة التي رسمتها مخيلتهم للمرأة العربية وتمر السنون وتتعاقب الأجيال بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حطم أصنام الجاهلية ودعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وبقي الناس في البلاط الأموي يتمتعون بسماع قصص الجاهلية ودور المرأة العربية في المجتمع وما أحاط بها من بطولات فظلت المرأة في الإسلام تحتل مكانة أعلى وأرفع مما احتلته في الجاهلية ألم تكن خديجة رضي الله عنها زوج النبي الأولى التي عاش معها أربعة وعشرين عاماً وأنجب منها ستة أطفال أرملة لها شخصيتها ومالها ومكانتها الرفيعة في مجتمعها لقد كانت خديجة نموذجاً لشريفات العرب أجاز لها الرسول أن تستزيد من العلم والمعرفة كالرجل تماماً فسار الركب وشاهد الناس سيدات يدرسن القانون والشرع ويلقين المحاضرات في المساجد ويفسرن أحكام الدين فكانت السيدة تنهي دراستها على يد كبار العلماء ثم تنال منهم تصريحاً بتدرس هي بنفسها ما تعلمته فتصبح الأستاذة الشيخة كما لمعت من بينهن أديبات وشعيرات والناس لا ترى في ذلك غضادة أو خروجاً على التقاليد إن النساء في صدر الإسلام لم يكن مظلومات أو مقيدات ولكن هل دم هذا طويلاً؟ لقد هبت على قصور العباسين رياح جديدة قدمت من الشمال فغيرت الأوضاع وقدم الحريم والحجاب مع الجاريات الفارسيات واليونانيات التي كن محظيات للخلفاء وأمهات لأولادهم وكان أن حرمت المرأة العربية من مكانتها الرفيعة في المجتمع وقيلت حرياتها حين سيطرت على المجتمع العادات الفارسية القديمة والإسلام بريء من كل ما حدث والرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يأمر قط بحجب النساء عن المجتمع لقد أمر المؤمنين من الرجال والنساء على حد سواء بأن يغضوا الطرف وأن يحافظوا على أعراضهم وأمر النساء بأن لا يظهرن من أجسادهن إلا ما لابد من ظهوره وأن لا يظهرن محاسن أجسادهن إلا في حضرة أزواجهن ولكن كيف تحدد عورة المرأة التي يجب أن لا يراها الغرباء؟ لقد بدأ المفسرون يحددون عورة المرأة فاعتبروا وجهها عورة يجب أن تحجب ولم يسمح لها إلا بإظهار يديها وما بذا كبدعة لا ضرر منها لم يلبث أن أصبح إجبارا يحتمه الدين والخلق فشراعت القصور تعزل النساء في الحريم على غرار ما تعوده الفرس وبدأ استيراد الخصيان لخدمتهن كما كانت عليه الحال في بيزنطا قديما وأصبح حجب النساء عن المجتمع وعدم مغادرتهن لبيوتهن مظهرا من مظاهر الأبهة والثراء وهكذا كتب على النساء أن يبقين سجينات منازلهن بإسم الدين وساهم تعدد الزوجات في تهيئة الجو لتلك النكبة التي أصابت النساء على يد العباسيين وكان تعدد الزوجات في الجاهلية ضرورة اقتضتها ظروف المعيشة والرغبة في العدد الكبير من الأولاد لتقوية مركز القبيلة ولتوطيض العلاقات بين مختلف القبائل بالمصاهرة وبظهور الإسلام استمرت تلك الضرورة نتيجة لبدء الفتوح والواقع إن الفكرة أثبتت نجاحا كبيرا ففي معركة نشبت بين الأمويين والبربر قدم البيت الأموي ما لا يقل عن عشرة آلاف مقاتل وفي أهل المأمون كان البيت العباسي يزهو بأعضائه الذين بلغوا ثلاثة وثلاثين ألف فرد وبعد تثبيت دعائم الدولة أصبح تعدد الزوجات سببا من أسباب فساد الدولة الإسلامية وانحدارها خاصة بعد انخفاض مركز المرأة في المجتمع فخلف أسوار الحاريم قضى تعدد الزوجات على ما كان للنساء من حرية ومكانة رفيعة وتلهف الناس على الفتيات الخليعات يسلبن من شباب بغداد وتجارها نقودهم وسمعتهم بابتسامة مأكرة أو متعة رخيصة كما كانت الحال في حانات الكوفة التي أنشأها تجار الرقيق واستوردوا لها الساقطات ودربوهن على ابتزاز أموال الرجال وكرامتهم ولكن هذه الأمراض الاجتماعية لم تنتشر إلا بين الطبقة العليا الملوثة التي جذبت إليها الأنظار بفجورها واهتم بها الأوروبيون يلوكون اليوم سيرتها ويحسبون أنها هي المجتمع العربي وكلما تعمقنا في طبقات الشعب العربي وضحت الصورة الأصلية وقل تأثير النفوذ الفارسي فالبدوية لم تعرف الحجاب قط ولم تطأ قدمها أرض الحريم ولم تطأ قدمها أرض الحريم ولم تكن ظروف المعيشة في البداوة حتى بين العامة في الحضر لتسمح بمثل ذلك بل لم تكن لتسمح بزوجات أربع كما سمح بذلك الدين فالإسلام قد قدس الزواج وطالب بالعدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع في المعاملة بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تعديلوا فواحدة والمشكلة لم تكن اقتصادية فحتم فمؤرخو العربي يذكرون أن العربي الأصيل المؤمن لم يكن يتخذ إلا زوجة واحدة يبقى مخلصا لها وتبقى هي مخلصة له حتى يفرق بينهما الموت وهكذا بقيت المرأة العربية كما كانت في الجاهلية وصدر الإسلام معتدة بنفسها وكرامتها طالما هي بأيدة عن تيارات المدينة وبقيت البدوية في القرون الإسلامية الأولى أكثر حرية وكرامة من سيدات الطبقة الراقية في قصور دمشق ولا عجب أن تكره البدوية حياة المدينة وتحن إلى حياة البادية وقد سمع معاوية ذات يوم صوتا حزينا ينبعث من مخدع زوجته ميسون يردد الأبيات الآتية ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف وأكل كسيرة في حجر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف وخرق من بني عمي ضعيف أحب إلي من علج عنيف وبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف فما كان من معاوية إلا أن أخلاس بلها وأعطت ابنة الصحراء للبريق والحرير ظهرها غير نادمة وأسرعت لموطنها حيث للمرأة مكانتها واحترامها مكانة عالية واحترام زائد لم تعرفه المرأة الشرقية فيما بعد والذي لم يكن له نظير إلا في الأندلس العربية بل لقد فاقت مكانة المرأة في الأندلس كل هذا عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفسط الثاني العالم كله مسجد كبير بني ألي ازدهرت حضارة العرب في إسبانيا وبلغت أوجها برغم أنهم لم يجدوا فيها شيئا من الفكر أو الثقافة كما وجدوا في البلدان الأخرى التي فتحوها مثل مصر وسوريا والعراق وفارس تلك البلدان التي مثلت شعوبها دورا كبيرا في مسجد حضارات الهيلينية والبنية بيزنطية والفارسية والهندية بالحضارة العربية وكان من المتوقع والمعقول أن تزدهر الحضارة العربية في مثل تلك البلدان أما في المغرب حيث البربر وفي إسبانيا حيث القوط الغربيون المتأخرون فلم يكن ثمة ما يبشر بأي خير ولم تكن هذه بالشعوب التي يتعلم منها القادمون من بلاد العرب أو من سوريا شيئا يفيدهم وبرغم هذا فقد سطاع العرب أن يقدموا للبشرية أكبر دليل على أنهم أصحاب حضارة وأهل فكر وليس مجرد نقلة لحضارات الشعوب كحمال يحمل أسفارا كما تنادي بذلك بعض النظريات التاريخية الخاطئة المغرضة ففي الأندلس لم يجد العرب شيئا بالمرة يتعلمونه ويهضمونه ليترجموه أو يقلدوه ثم يقدموه فالحضارة الأندلسية التي كانت أجمل وأعظم من أن تقارن بغيرها لم تكن قائمة على أساس فارسي أو إغريقي لقد كانت عربية صرفة أكثر من الحضارة العربية في أي مكان آخر وما إن حسرت تلك الموجة الحضارية عن إسبانيا حتى هوت تلك البلاد في سكون مميت وفقر مدقع فليس هناك من دليل أوضح من هذا على قدرة العرب على الخلق والابتكار وفي خلال مدة حكمهم التي دامت حوالي ثمانمائة سنة خلقت الأسر العربية الحاكمة للأندلس حضارة زاهرة وتسابق الأمويون في قرطبة وبن عباد في إشبيليا وبن نصر في غرناطة في بناء صرح الحضارة الشامخ بينما كان القسم من البربر والمسيحيين الذين أبوا أن يتعربوا يخربون في كل مكان لم يصل إليه العرب كما أن التأثيرات الإيجابية بدأت تتسرب إلى المراكز الحكومية في دولة الأباسيين بعد إنهائهم للحكم الأموي وبقي الجيران على الجانب الآخر من البارانس قرنين وثلاثة وأربعة قرون يصمون آذانهم ويغمضون عيونهم عن جنة العلوم والبناء والغناء والشعر والمرأة في الأندلس ورأوا في تلك الحضارة الزاهرة صورة قاتمة سوداء للكفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تضم الصحارة وحلفاء الموت والشيطان لقد كانوا في الواقع يخشون نور المعرفة على عيونهم التي اعتادت الظلام ولكن تلك اليد السحرية لم تلبث أن لمست الغرب برغم أنفه لتهزه من صوباته العميق وبالقرب من قرطبة زرع الأمير العربي عبد الرحمن أول شجرة نخيل في الأندلس في حديقة قصره الذي بناه على نظام آبائه في سوريا وأصبحت تلك النخلة أما لكل أشجار النخيل في أوروبا وها هو عبد الرحمن يحدثها في إحدى أغانيه قائلا تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخلي فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول ابتعادي عن بني وعن أهلي نشأت بأرض أنت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي ويعبر عبد الرحمن سليل البيت الأموي وأحد كبار شخصياته عن حنينه للوطن دائما بمثل تلك الكلمات لقد ول الأدبار هاربا من النهاية الدامية التي لحقت بالبيت الأموي في بمشق وقضى خمس سنوات محفوفة بالأخطار في شمال إفريقيا إلى أن تمكن ذلك الغريب الأعزل معتمدا على شجاعته وفطنته وعزيمته التي لا تلين من أن يصبح سيدا مهيبا لعرب الأندلس المتنازعين وكما زرع عبد الرحمن شجيرات النخيل في الأندلس كذلك زرع فن البناء والموسيقى والشعر والحب وتعهدها حتى ازدهرت وخرجت تحمل رسالتها للغرب عبر الحدود وفي خلال حكمه الذي دام ثلاثة وثلاثون عاما استطاع عبد الرحمن الأول أن يضع الأسس لأكثر الدول ازدهارا في العصور الوسطى برغم أن عصره كان مليئا بالحروب ليثبت دعائم دولته الفتية وأضاف خلفاء عبد الرحمن العظام على هذا الأساس أمورا كثيرة كما أتم بناء المسجد الضخم الذي بدأ في بنائه في عاصمته قرطبة ترى ألا يشير إنفاق مائة ألف دينار أي ما يعادل خمسة ملايين من المركات الألمانية لشراء كاثدرائية من المسيحيين في الأندلس إلى معاني كبيرة خاصة في عصر لم يتورع فيه عن إحراق المعابر وإفناء الصور والرسوم المقدسة حقا لقد حرق جنود طارق بن زياد أيام الفتح بعض الكنائس ولكن كاثدرائية فانسانس بقرطبة تركها المسلمون فرممها مسيحي قرطبة وأدخلوا عليها عديدا من الإصلاحات وسمح لهم بأداء صلواتهم فيها كما أنشأ المسلمون مساجدهم المتواضع في قرطبة حول المدينة ولكن تدفق المسلمين على قرطبة من المدينة المنورة وسوريا وغيرها زاد عدد السكان في المدينة إلى درجة جعلت من الضرورة بناء مسجد كبير لهم فاضطر عبد الرحمن إلى شراء كاثدرائية قرطبة من المسيحيين ودفع لهم مائة ألف دينار ثمنا لها لكي يرمموا بها بقية كنائسهم المهدمة وكان من الممكن أن ينتقل المسلمون إلى الكاثدرائية بعد أن اشتروها أو أن يعدلوا في بنائها كيف شاءوا كما فعل الفاتحون من قبل في دمشق وبيت المقدس هكذا فعل الخليفة عبد الملك جد عبد الرحمن حين حول كنيسة العذراء التي بناها جيستنيانوس في بيت المقدس إلى مسجد وهكذا فعل ابنه الوليد بكنيسة القديس يحنى في دمشق أما عبد الرحمن فإنه لم يرضى أن يجعل من الكنيسة مسجدا ولم يكن وهو الواثق بنفسه في حاجة لمثل ذلك الإجراء لقد هدم الكنيسة التي دفع ثمنها غاليا وأمر ببناء مسجد جديد مكانها استخدمت في بنائه عمد الكنيسة المزالة وسواء أقام الناس المساجد في المدن أو في الخلاء للجند كمسجد ابن طولون في القاهرة أو مسجد سيدي عقبة في القيروان فقد تشابهت جميعها تقريبا في الطراز عدا بعض منها كقبة الصخرة وكان الطراز الشائع هو المسجد يتوسطه صحن مربع فيه نافورات ماء للوضوء وتحيط بالصحن أبهاء مسقفة تحملها صفوف من العمد تنتهي في اتجاه القبلة بقاءة كبيرة وهذا الطراز هو طراز المصلى الذي كانت تصلي فيه قبائل المدينة يأمها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بناء أول مسجد إسلامي ولم يعتمد عبد الرحمن على أي من أشكال البناء الغربية فبرغم استخدامه لعمد الكنيسة أو لمواد البناء الموجودة فقد صمم على أن يكون المسجد إسلامي الطراز تماما وبرغم استخدامه للمهندسين والعمال من مختلف الأجناس فإن الطراز العربي الأصيل ظهر واضحا جليا ولم يظهر هذا الاتجاه العربي فقط فيما يتعلق بالمحراب والقبلة أو المنبر أو المئذنة مما يختص بشعائر الصلاة والإسلام بل تعداه إلى البناء بأكمله ولم يكن المسجد تقليدا للكنيسة بالمرة حتى ولو ارتفعت سقوفه فوق أمد كانت يوما ما تحمل سقف كنيسة فمفهوم المسجد يختلف عند المسلمين تمام الاختلاف منذ البداية عن مفهوم المسيحيين لكنيسة فليس المسجد بيت الله المقدس الذي يتقرب فيه المؤمن من الله عن طريق وساطة الكاهن فمن قبيل التبرك أصبح بناء الكنيسة يرمز حرفيا وليس معنويا إلى مملكة السماء التي يحكمها المسيح وإلى البيت المقدس الذي هبط من السماء إلى الأرض وظلت الكنيسة تحمل بالنسبة إلى المؤمنين هذا المعنى على مر العصور منذ البدء في القارن الرابع ببناء الكاثدرائيات التي قلدت بيت المقدس كمدينة أثرية في أقواس النصر والبواكي وقد سارت على هذا النهج الكنائس الرومانية وقلاع القياصرة بأبراجها وجدرانها الضخمة ومداخلها وأبوابها وكذلك نهجت الكاثدرائيات القوطية نفس المنهج في أناقة أبنيتها وسحر أضوائها وأبهتها السماوية فهي مدينة أضواء سماوية شاعرية أما المسجد فقد تحرر من كل تلك الأفكار الشاعرية وكان هدفه بسيطا واقعيا فالعالم كله مسجد كبير بني لله ويفسر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله أينما تولوا وجوهكم فثمت وجه الله والمسلم كجده البدوي تماما يرى في الصحراء المترامية الأطراف وجوده فهو يصلي لربه فوق أية بقعة من الأرض يكون فيها ولم يفرض عليه الإسلام ضرورة الصلاة في مسجد أو معبد وعبادته ليست مرتبطة بوجود كاهن مبارك يمثل دور الوسيط بينه وبين ربه فكل إنسان في نظره عبد لله قادر على أن يأم المصلين في المسجد وعلاوة على تلك الصلاوات يؤديها المسلم حيث شاء وجب على المؤمنين أن يؤدوا صلاة جامعة يوم الجمعة من كل أسبوع في المسجد ولم تقتصر مهمة المسجد على تلك الصلاة مرة في الأسبوع فحسب بل تعدته إلى أغراض تخدم الدين والمجتمع كتعليم الأطفال والطلاب ومباشرة أمور القضاء فالجامع هو الذي يجمع المسلمين وهو ليس بالمكان الخاص الذي يرتفع ببركاته وقدسيته كالكنيسة وهو ليس بالمكان الخاص الذي يرتفع ببركاته وقدسيته كالكنيسة على بقية منازل الناس ومساكنهم ولهذا لم يهتم المسلمون كثيرا بمظهر المساجد الخارجي فشكله الخارجي غير معقد تسيطر عليه الخطوط المستقيمة العادية أما القبة فلا تعقيد فيها ولا زخرف وجدران المسجد لا تختلف بالمرة عن جدران الحصون أو المصانع وهي تزخرف وتزين من الداخل فقط وأروقة المسجد لا تعرف رواقا رئيسيا وآخر فرعيا أو جانبيا كما هي الحال في الكنائس وهي لا تعرف مذبحا وتنكر كل ذلك إنكارها لتقديم طبقة مباركة كهنوتية على غيرها من الناس فالقبلة ليست كالمذبح فهي لا تحمل أي معنى أو مضمون سوى تحديد اتجاه المصلين والصلاة للجميع على قدم المساواة فيقف العالم بجوار السقاء وقائد الجيش بجوار الجندي والإمام بملابسه العادية لا يميزه شيء عن الآخرين يركع مع ماسيح الأحذية فالكل سواسية كأسنان المشت وقد كان هذا الأساس الديمقراطي للإسلام هو الذي جعل المساجد تتسع ولا ترتفع لتضم مزيدا من الأروقة للمؤمنين المتساوين في الحقوق والواجبات ولعدم اهتمام العرب بشكل الخارجي للمساجد وجهوا كل اهتمامهم لتزيينها من الداخل والمساجد لا تعرف رقصات المعبد ولا التراتيل والصور والروائح المباركة وهي لا تقر البهرج ولا الأبهة ولا الألوان الزاهية كوسيلة للتأثير على المؤمن وجذبه إلى التأمل بالسماوات وبينما الكاثد رائيات القوطية تمجد كل ما هو سماوي وتضع كل الفنون في خدمته فإننا نجد الإسلام لا يهتم بتلك المظاهر إنها بيئة الصحراء القاحلة قد ربت العربية على البساطة وحببت إليه الرياضيات فالصحراء في تشاوه أجزائها تبدو كوحدة متميزة تتكرر إلى ما لا نهاية دون أن تنتهي بعمق خاص والمسجد لا يحاول التأثير على الفرد موضوعيا أو حسيا فهو بيت الله والله لا يحده زمان أو مكان لا يرى ولا يتصور ولا يشبه البشر واحد لا شريك له ولم يكن له كفوا أحد وتمتع فن البناء العربي أرابيسكا بميزاته البسيطة وأشكاله الهندسية البديعة تلتف وتتكامل في ذاتها أساسها الوحدة المميزة تتكرر مرارا لا نهاية لها ولا بداية وهي لا تحب الإسراف في الترف ولا البهر جزائد كل شيء محدد الشكل تام الوضوح منظم مرتب لقد تعمق جوتا في دراسته للأفكار العربية بدرجة أن ما كتبه تقريضا بشعر العربي يصلح تماما لوصف الأرابيسكا أي فن النقوش العربية ذلك لأن الفكر العربي وقواعده الأصيلة متشابهة في كل الفنون والآداب ويقول جوتا مقرضا الشعر العربي أنت لا نهاية لك وهذا هو سر عظمتك وأنت لا بداية لك وهذه هي ميزتك فأغنيتك دوارة كقبة السماء ونهايتك وبدايتك متشابهتان والوسط يقود إلى النهاية التي هي البداية نفسها إنك لم تكامل وضد فن البناء العربي على قوته يصبغ ويشكل ما وجد في البلاد المفتوحة من فنون ويؤثر على الفن الجرماني والفن الأوروبي حتى أصر النهضة وأخذ العرب كذلك عن الشرق تزيين الأبنية بالكتابات لأن الفن العربي قد اهتم بها واتخذ من سوار القرآن والأحاديث النبوية مادة لتزيين وتجميل الحوائط والعمد في القصور والمساجد فمنذ القرون الأولى للإسلام ظهرت الرسوم على جدران القصور وسقوفها كما رسمت اللوحات الفنية ونحت التماثيل الأسود تصب الماء في النفورات المرمارية فيرى الخليفة من مخدائه في قصر الصخرة في قرطبة نوفورة خضراء جميلة يرقص حولها إثنى عشر حيوانا وطيرا صنعت من الذهب الخالص هي أسد وغزال وتمساح وعقاب وحية ونسر وفيل وحمامة وباشق ودجاجة وديك وسقر ولقد أبدع الفنان رسم تلك الصور عن الصيد والطراد كما لو كانوا قد غمسوا فراشيهم في ضوء الشمس ورسموا بها تلك اللوحات الجميلة وزينت القصور بالرسوم والتماثيل للطيور والحيوانات والنباتات والبشر أيضا وقد وجدت حتى في مسجد قرطبة رسوم لسور من القرآن تمثل قصة أصحاب الكهف وصورا لغراب نوح كما انتشرت رسوم الأسود والنصور وبفن البناء العربي تأثر الغرب في تزيينه للسقوف والأقبية والأركان والعند المستديرة ولم تعد العين لترى البناء نفسه من كثرة ما فيه من عقود وزينات وحتى الحيطان لم تعد جرداء ومثلت التأخيرات الفارسية في هذا دورا كبيرا لا يستهان به وكما أخذ الإسلام عن الفرس الأقواس المدببة العالية وأحلها مكانة مرموقة في فن البناء العربي كذلك أخذ الغرب عن العرب ذلك وسموه بالطراز القوطي وينتقل هذا الطراز الإسلامي إلى أوروبا المسيحية من سام الراء مقر الخليفة على دجلة ومن جامع ابن طولون بالقاهرة عن طريق سقلية ومن سقلية الفاطمية والنورمانية إلى بيزا وإلى كنيسة ديزيديروس بمونت كاسينو كما ساهم في نشره كهنة إسبانيا وخاصة رئيس الدير هوغو فونكلوني وكان رئيس الدير هوغو قد زار كنيسة مونت كاسينو عام 1083 ميلادي ديزيداريوس بمساعدة العمال الغربيين والمهندسين العرب فأعجب أيما إعجاب وأمر كهنته بتعلم هذا الفن وكلوني تقع جنوبي البارانيس على الطريق المؤدي إلى مقبرة سانتياغو في الجزء المسيحي من إسبانيا وعلى طول هذا الطريق الذي يبدأ من باريس ويعبره كل عام آلاف من الحجاج المسيحيين أقيمت الكنائس الرائعة على الطراز العربي وأغلبها كان هدية من ملوك إسبانيا غير المسلمين وعندما خرج المسلمون من الأندلس عين رئيس الأساقفة والكهنة من الفرنسيين وقدم أمراء إسبانيا المسيحيون ولاءهم لرئيس كنيسة كلوني وقدموا له الجزية ولم تكن الجزية التي دفعوها مجرد أموال بل شملت كذلك العديد من الهدايا العربية مما سباه المسيحيون عند طرد العرب وبمساعدة ألفونس السادس المالية استطاع هوجر أن يبني كنيسة ضخمة رائعة في كلوني وأمر بإقامة قداس على مذبح معين منها تذكارا لألفونس الذي تبرع بالمال ولم تقتصر الأقواس العالية المدببة في الغرب على مجرد كونها أداة للتزيين كما كانت الحال عند العرب بل صارت في بيزا وكلوني ومونت كاسينو فكرة أساسية في البناء وأصبحت هي الأساس الأصيل للفن القوطي وأصبحت الكاثد رائيات على الطراز القوطي بأقواسه العالية المدببة طراز العصر واحتلت مكانة لم تحتلها في يوم من الأيام الأقواس الرومانية المستدرة ولم تقوم تلك الأقواس القوطية بمفردها بل جلبت معها من إسبانيا أنواع أخرى من الأقواس أهمها الأقواس التي على شكل الزهرة ذات الورقات وجلب ذلك الطراز من الأقواس معه ما نقله العرب عن الساسانيين من نوافذ صغيرة مستديرة الشكل ومن تجديدات القرن التاسع في فن البناء أخذ الغرب فكرة العمود المكون من عمد صغيرة ومن القاهرة عبر إيطاليا انتقالت الشروفات الصغيرة لتستقر فوق سطوح الأبنية القوطية كما أخذ الطراز القوطي عن الطراز العربي شكل المآذن بقائدتها المربعة يعلوها جزء مثمن الأضلاع يعلوه جزء مستدير فبنوا على هذا الطراز أغلب أبراج الكنائس من هذا نرى أن الطراز القوطي الذي عم أوروبا كلها عربي الأصل تماما ومن يريد صحة هذا فعليه فقط أن ينظر إلى أي من كنائس هذا العصر التي لا تزال ماثلة حتى اليوم ومن يريد الحكم على هذا ينبغي له أن لا ينظر إلى الأحجار ومصادرها بل يجب عليه أن يلاحظ اقتباس الأفكار وتطورها وسواء كان ذلك في فن البناء أو في أمور الفكر أو الدين أو الاقتصاد ومثل هذا الاقتباس لا يمكن لشعب متطور أن يستغني عنه وهو لا يثبت العيب بل خلاف ذلك هو الصواب إذ أنه يثبت حيوية الشعوب وقوتها على الابتكار والتطوير طالما هي لا تمحي ولا تفني شخصيتها فيما تختبس وإذا كنا نقول ذلك عن الفن القوطي فإن واجبنا كذلك يحتم علينا أن ننصف الحضارة الإسلامية بالمنطق نفسه ولكننا تعودنا أن نقيس بمقياسين سواء في العلم أو في الفن فنحن الغربيين حين نقيم الحضارة الغربية ننظر بعين الاعتبار إلى منهجها وليس إلى مصدرها وحين نذكر الحضارة الغربية نقتصر على ما ينبع من الحضارتين الإغريقية والرومانية ونهمل ما عدا ذلك من المصادر الأخرى إننا ندعي أن فننا القوطي لا يحمل من الفن العربي إلا النزر اليسير وأن الفن الروماني ليس تطورا للفنون الشرقية القديمة وفنون آسيا الصغرى وإن صور الحيوانات في الفن الجرماني ليست في الأصل فنا آسياويا ولا يمنعنا هذا من التمادي في الإدعاء بأن الفن العربي ليس إلا تجميعا للفنون البابلية والبيزنطية والفارسية إلى متى نظل متمسكين بتلك الآراء الخاطئة؟ ومن ملتقى الفكر الإسلامي العربي يندفع تيار فني إلى إنجلترا مباشرة فيظهر الفن العربي في القرن الرابع عشر بصورة واسعة خاصة فيما يتعلق بالنوافذ وتزين الجدران ويزدهر في إنجلترا طراز تيودور وخاصة قوس تيودور وقوس كيل الذان استقى عن الجامع الأزهر بالقاهرة الذي استهر كذلك بأقواس بردعة الحمار والأقواس ذات الجيوب ومن الجزيرة البريطانية انتقل طراز تيودور إلى الولايات الأمريكية وأصبح طراز البناء الشهير للجامعات ولقد لقي فن البناء العربي في صقلية عناية فائقة من قبل النورمان جعلته يبلغ أقصى درجات الإزدهار ويعم إيطاليا كلها بل كل مدينة كبيرة تاجرت مع العرب وعملتهم ولم تكن البندقية فحسب هي التي ارتبطت بالعرب ارتباطا كبيرا فإن مدينة كبيزا بلغت نتيجة معاملاتها مع العرب شأنا كبيرا فأصبحت من أولى موانئ البحر المتوسط بعد أن كانت ميناء متواضعا وبعد أن اتحدت بيزا بأسطول جنوى لطرد العرب من سردينيا قامت بمعاونة النورمان للإستلاء على صقلية العربية وفي عام 1063 ميلادي بدأت بيزا في بناء كاثدرائيتها الفضية مستعينة في ذلك بالكنوز التي حصلت عليها كغنيمة من العرب بعد سقوط باليرمو والبناء كله ينطق بآثر الفن العربي وأخذت عن فن البناء العربي المزدهر في صقلية فكرة مزج المرمر الأسود بالأبيض في تزيين حنيات الأقواس وبدأ الفن البورجندي كأنما يتخذ من الفن العربي نموذجا له في التزيين والحواش والشرفات والحيطان المرمرية والأقواس العربية المدببة وقاعات العمد ومزج الألوان واتخذت أبراج كنائس عصر النهضة في إيطاليا شكلها عن المآذن الإسلامية كما استطاع أورن مهندس المباني الإنجليزي أن يقتبس عنها أشكال الأبراج والقباب الشهيرة التي بناها كما اتخذ أصر النهضة أشكال القواقع للزخرفة كما كان شائعا في المساجد والمآذن وكان للحروب الصليبية دور هام في تطور نظام بناء الحصون وطرق الدفاع في ألمانيا وبرجندية وفي بناء قصور الإنجليز وتحصينات الفرنسيين وكان أبرز تلك الطرق الدفاعية في الحصون الممرات المسقوفة التي تقلل من خطر أي هجوم والمزاغل البارزة التي تمكن من الحركة الجانبية مثلها مثل أبراج السور وتلقف الغرب بسرور بالغ اختراعا عربيا آخر من عصر الجاهلية وهو بناء نوع من الشروفات يمكن من خلال ثقوب منتظمة في قعره صب الزيت أو القطران المغلي على أجساد الجنود المحاصرين للقلعة وأخذ فرسان الحروب الصليبية عن الشرق عادته في تغطية الأبراج بخوذ من الصخور ونشاهد ذلك في حصن لآرنا في بلجيكا وحصن رودل في ألمانيا وحمسة فرسان الحروب الصليبية في فورمز لكل ما هو شرقي غطت أبراج كنيسة القديس بوليس بتلك الخوذ الحجرية ونحتت في داخلها رسما لسفينة الحروب الصليبية وبرغم عدم إمكان رؤية جمال تلك الخوذ لشموخها عاليا وسط سماء دائمة التلبذ بالغيوم فإنهم لم يكفوا عن تقليدها في بقية أنحاء ألمانيا ولم يبقى الآن من الأعمال العربية العظيمة في إسبانيا إلا النزر اليسير ومن تلك الآثار الخالدة التي لا زالت تحتفظ بطابعها العربي قصر الحمراء تلك الجوهرة الثمينة التي كانت قصرا للأمير في غرناطة ولقد بقي قصر الحمراء ومن حوله عدد من قصور الأمراء حتى اليوم كذلك تزهو إشبيليا بما تبقى فيها من الجيرالدا التي كانت برجا لرصد النجوم والأفلاك ولم يكن لها درج للصعود بل كان الصعيد إليها يسير في طريق يرتفع به رويدا رويدا حتى أن الفارس كان يستطيع الوصول إليها وهو راكب فرسه وكانت واجهتها تلمع بالزجاج الملون وفيها الممرات تحط بها العمد مما نراه في الفن القوطي وكان الجامع الكبير الذي بدأ عبد الرحمن الأول في بنائه في قرطبة من أهم المباني الفاخرة التي زهت بها الأندلس ولكن بكل أسف فإن الكنيسة القائمة مكانه اليوم لا تظهر شيئا مما كان عليه من عظمة لقد حوى هذا المسجد ألفا وأربعمائة عمود من أكواس الدائرة ويتدلى من السقف المصنوع من خشب الأرز أربعة آلاف وسبعمائة مصفاح من الفضة لتضيئ تسعة عشر رواقا طوليا تتقاطع مع ثلاثة وثلاثين رواقا عرضيا ولقد أتم الخليفة الورع هشام الأول أكبر أبناء عبد الرحمن البناء أكبر أبناء عبد الرحمن البناء الذي بدأه والده والذي كان يحوي أحد عشر رواقا كما بنى المئذنة المشهورة أما الحكم الأول فكان محبا للملذات ولم يهتم بالمسجد وأبقاه على حاله ولم يضف إليه شيئا إلى أن تعهده عبد الرحمن الثاني وكان محبا للفنون بعنايته فزاد من مساحة الأرويقة وبنى له محرابا ثانيا فقضى بأعماله هذه على بطالة كانت قد بدأت تتفشى بين العمال وزين ابنه محمد الأول الجدران والأبواب وفصل بسور جزءا من المسجد كمقصورة خاصة له وبنى خليفته عبد الله وكان مشهورا ببخله وطغيانه ممرا مسخوفا يصل قصره المجاور للمسجد بالمقصورة وخلفه عبد الله ثم الحكم الثاني وهما أعظم حكام الأندلس فانتقلا بها من مجرد إمارة إلى أن أصبحت خلافة واسعة ولقد بنيا مئذنة جديدة بعد أن حطمت الزلازل المئذنة القديمة وزادا المسجد تساعا في اتجاه الجنوب وبنيا مقصورة جديدة ومحرابا آخر وأضف المنصور أثناء وصايته على هشام الثاني ثمانية أرويقة للمسجد من الجهة الشرقية مما استلزم هدم عدد من المنازل المجاورة دفع لأصحابها على عادة العرب تعويضات باهظة وهكذا صاحب ازدهار فن البناء دولة الأمويين في إسبانيا في طريق مجدعا ولم يقتصر اهتمامهم على فن البناء فحسب بل تعداه أيضا إلى الموسيقى تعليق أوردت المؤلفة في الصفحات السابقة كلاما يوحي بأن الإسلام لم يحرم الصور والنحت والصواب أن الإسلام حرم التماثيل بإجماع علماء الدين الإسلامي أما الصور المسطحة فقد اختلفوا في حلها وحرمتها هذا بالنسبة لتصوير ذي الروح أما الجماد كالنبات وغيره فتصويره حلال بالإجماع سواء بالنحت أو بالرسم لقد أثار الرجل المسافر في كانون الأول ديسمبر عام 828 ميلادي إلى الأندلس على سفينة حملته من سبتة عبر مضيق جبل طارق لانتباه جميع المسافرين بشكله الغريب اللطيف لقد كان يرتدي قبعة فراوية فوق شعره المقصوص بشكل دائري تغطي جبهته حتى الحواجب ولا تترك من وجهه ظاهرا سوى أذنيه ولقد أعجبهم فيه عثنونه المدبب المائل إلى الحمر ونظرات عيونه الوضاءة كما جذبتهم إليه رائحة طيب نفاذة ذكية ولقد سافر الرجل معهم بنسائه الجميلات وأطفاله وأطفاله يملؤون الجو صراخا وصخبا لم يكن ذلك المسافر بحاجة إلى أن يترك بغداد عاصمة الشرق بنسائه وعياله فإن كرم الرشيد وتكريمه للعلماء والفنانين كان قد بلغ حين ذاك ذروته ولكن الحقد والحسد أفسدها على زرياب فرصته هناك لقد أراد إسحاق بن إبراهيم الموصلي أن ينال حظوته عند الرشيد بتقديمه لتلميذه زرياب وكان إسحاق قد بز كل حانات الكوفة بمدرسته الموسيقية التي ضمت أجمل الجوار والتي كان يعلم فيها تلاميذه وتلميذاته على السواء أصول الموسيقى وكان الفتى الكردي زرياب المع تلاميذ مدرسته فقد امتاز بقدرته الفائقة في الموسيقى والجدل والفكاهة فضلا عن لسان صليط ورأس مفكر وعندما سأله هارون الرشيد عن فنه في الغناء أجاب زرياب إنني أستطيع الغناء تماما كما يستطيعه الآخرون ولكنني أستطيع شيئا لا يقدر عليه غيري إن فني الخاص لا يفهمه إلا من تبحر في فن الغناء مثل مولاي الخليفة فإن آذنت لي غنيت أمامكم ما لم يغنيه أحد من قبل وهنا ناوله إسحاق عوده ليعزف عليه ولكن زرياب تناول عود معلمه ونظر إليه كما ينظر الإنسان لحذاء بال ثم قال للخليفة إن شاء مولاي سماع أغنية من طراز ما يغني معلمي فسأعزف على عوده وإن شاء مولاي معرفة نوع الغناء الذي ابتكرته فيجب أن أعزف على عودي الذي صنعته بيدي وبإذن من هارون عزف زرياب على عوده الخاص وغنى قصيدة ألفها هو في مبح الخليفة وسر الخليفة أيما سرور وكان لابد أن يزين بلاطه بذلك الصوت الشجي وبلغ الغضب بمعلمه إسحاق مبلغا كبيرا لأنه قد آهانه في حضرة الخليفة واستصغر من شأنه فلم يكادا ينفردان بعد أن انصرفا من عند هارون الرشيد حتى صاح في زرياب لقد حاولت النيل مني عند الخليفة وعليك الآن أن ترحل من هنا فأعطيك ما تشاء من مال وإلا فستكون في خطر على حياتك ومالك وما إن أبدى الخليفة رغبته في رؤية زرياب مرة أخرى حتى رد عليه إسحاق قائلا إن زرياب مسكين تنتبه حالات جنونية فيدعي أنه لا مثيل له في العالم لقد رحل لأن مولاي لم يعطيه ما يناسبه من الأجر وليحمد مولاي الخليفة ربه أنه تخلص من هذا المخلوق ولم يجد زرياب أمامه منفذا بعد هذا الحادث الذي حال بينه وبين الرشيد إلا أن يكتب للحكم في قرطبة وجاء رد الحكم يحمل سروره ورغبته في أن تضم حدائق قصره مثل ذلك البلبل ولكن زرياب لم يكد يطاو أرض الأندلس حتى وفاه الجند بوفاة الحكم ورأى زرياب سوء الحظ يطارضه فعزم على العودة إلى شمالي إفريقيا ولكن رسول عبد الرحمن الثاني قدم إليه يدعوه لمقابلة الخليفة ورأى زرياب في اهتمام الرسول به وفي الحصان المطهم الذي ينتظره بشائر خير تقترب فقبل الدعوة شاكرا وبعد أن استراح زرياب ثلاثة أيام في قصر الأمير من وعفاء السفر استقبله عبد الرحمن أحسن استقبل وكما يفعل كل سيد أصيل عرض على زرياب مرتبا شهريا كبيرا عدا ما وعده به من الهدايا والمنح وما إن انتهى من مسألة الأجر حتى طلب منه أن يغني أمامه مقطوعة وغنى زرياب فأبدع وسر الخليفة سرورا عظيما وحظي زرياب عند عبد الرحمن بما كانت عالية فقد وجد في العشرة الآلاف من الأغنيات التي كانت ذاكرته تغنيها بألحانها أخصب مادة للحديث مع الأمير فضلا عن علمه الواسع بالفلك والجغرافية وكان زرياب يسحر سامعه بما يحكيه عن البلدان وعادات سكانها فأعجب القوم بقدرته الفائقة على الفكاهة وأناقته فأصبح مثالا يحتذا به فما يفعله أو يلبسه هو اليوم يقلده فيه الآلاف غدا فعنه تعلم الناس أناقة الملبس وتنويعه مع فصول سنة وكانوا يلبسون الفياب الخفيفة القاتمة الألوان في الربيع والملابس البيضاء في الصيف والمعاطف والقبعات من الفرو في الشتاء وجدد زرياب في الأطعمة المعروفة وانتشرت وصفات جديدة ابتكرها هو كما أدخل إلى إسبانيا خضروات لم تكن شائعة وأصبح زرياب نجم المجتمع بلا منازع وعرف الناس مكانة زرياب المرموقة لدى عبد الرحمن فلجأوا إليه بأمانهم ليصلها إلى أذن الأمير الذي بالغ في إكرامه وأنشأ له مدرسة للموسيقى ليعلم فيها العالم المتحضر عمليا ونظريا فن الغناء واستعمال أدوات الموسيقى والعرب منذ القديم شعب يحب الغناء تصحبهم الموسيقى من المهد إلى اللحظ عبروا عنهم ملأ مشاعرهم بالغناء والموسيقى في عملهم ولهوهم في سرورهم وآلامهم في حبهم وحروبهم في لذاتهم وثألهم في حزنهم وأفراحهم فقد عرفوا المغنين والمغنيات قبل الإسلام وكانت المغنية ضرورية في بيوت الأثرياء احتلت نفس المكانة التي احتلها البيانو في القرن التاسع عشر أو التي يحتلها جهاز الراديو في بيوتنا اليوم ولم يكن للموسيقى العربية تلك الرتابة الغريبة على أسمائنا فلم تبدأ تلك الأغاني على وطيرة واحدة إلا بعد تخريب بغداد على يد المغول وهنا بدأ نظام الربع نغمة وهو ليس في الأصل بعربي فالألحان العربية على النقيض من هذا تماما غنية ممتعة شأنها في ذلك شأن كل فنون الزينة عند العرب في البناء وغيره واستخدم العرب حتى القرن الثالث عشر السلم الموسيقي الذي وضعه في فاغوروس والظاهر أن هذا السلم سامي الأصل دخلت عليه تأثيرات فارسية وبيزنطية وما كان لهذا السلم المستورد أن يحل محل الموسيقى العربية وإنما طعم بجذور عربية لينبت نبتا جديدا وكان طابع الموسيقى العربية المميز هو الإيقاع المنتظم والإيقاع ليس طابعا ضروريا لكل أنواع الموسيقى كما قد يتبادر إلى الأذهان فموسيقى الأغاني عند الرومان والإغريق لم يكن طابعها الإيقاع بل قسمت تماما كأشعارهم تبعا للطول والقصر ولم يكن الإيقاع طابع موسيقى الكنائس المتتابعة أوائل العصور الوسطى بل ولم تكن تقسم حسب الطول والقصر فالإيقاع شرقي أصيل وهو الذي أدى إلى تنظيم حقول النغم والكندي فيلسوف العرب هو أول من وصف ذلك في منتصف القرن التاسع وعن طريق المغنين الدائمي الترحال والسبايا من نساء الأندلس بدأت النظرية العربية الإسبانية تظهر في الموسيقى اللاتينية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر كما ورث الغرب عن العرب زخرفة الألحان وبقي العرب لموسيقاهم أو فياء وكان حبهم لموسيقى الغناء أكبر من حبهم للموسيقى الآلية فبرغم هذا فإن أوروبا مدينة للعرب بالكثير من الآلات الموسيقية خاصة بعدما قدمت لها بيزنطية الأرغن والسنطور والهارب وعندما يقف قائد الجوقة الموسيقية اليوم المايسترو ليعزف سمفونية لبروكنز أو الهند ميت فعليه أن يذكر أن الآلات المرصوصة أمامه أغلبها عربي الأصل وردت إلى أوروبا محكمة الصنع عبر إسبانيا تحمل معها أسماءها للعالم الغربي فمن الآلات الوترية العود والمندولا والمندولينا والبندورا ومن الآلات الوترية ذات القوس الربابة والربك والربيبة ومن آلات النفق الناي الصغير والناي الخشبي في المبسم والنفير والتنبول والبوق والهورن ومن الطبول الطبل والطبلة والصنور والنقارة وقد صمم الفارابي وهو أيضا من علماء الموسيقى العرب في النصف الأول من القرن العاشر القانون والقانون الذي هو أصل البيانو فيما بعد وصمم الكثيرون غيره ومنهم زرياب عددا آخر من الآلات الموسيقية وكان هذا هو السبب الذي دعا زرياب أن يحتقر شأن عود معلمه ويصمم على العزف على عوده الذي صممه بنفسه وأضاف إليه وترا خامسا وبينما كان العازفون في الغرب يعزفون على الهارب والسيتار والسنطور معتملين على السماع فقط كانت طلبة في مدرسة زرياب يعزفون بإتقان على العود والجيتار بالعفق على الدساتين لتحديد درجة كل نغمة ولهذا لقيت الموسيقى العربية في الشرق رواجا كبيرا وخاصة العود منها وقاذ العرب الغرب إلى الموسيقى المتعددة الأصوات الهرموني بالعزف على أكثر من وتر وأثرت موسيقى الخصيان وطبقات أصواتهم الحادة على الموسيقى الأوروبية عن طريق القالب الفني الوارد من الأندلس في الفترة ما بين القرنين الثامن والثاني عشر وعلى الرغم من أن الموسيقى العربية ارتكزت على أسس إغريقية فإن العرب دون ما نظر إلى شهرة مؤلفها وأسمائهم الطنانة قد وضعوها موضع الاختبار وصححوها أو زادوا عليها وجملوها وظهر بين العرب صف طويل من الموسيقيين وإنه لمن دواء الأسف أن لا يترجم من أعمالهم إلا القليل وحتى أن هذا الكنز اليسير الذي ترجم أختير جيزافا فهو لا يمثل إنتاجهم الفنية تمثيلا صادقا وللعرب فضل كبير على إلهام الموسيقيين الغربيين التاليين كثيرا من ألحانهم ولقد بقي ما كتبه ابن سينا والفارابي مرجعا للموسيقيين حتى القرن السابع عشر ومنهما تعلم الغرب العلاقة بين النغمة أربعة وخمسة وهي مسافة الثالثة الكبيرة وخمسة وستة للثالثة الصغيرة وتطوروا من ذلك إلى النغمة الهرمونية التي تأنس لها الآذان واهتم الكونت هيرمانوس كونتراكوس بمؤلفات الكندي الموسيقية ونقل عنه كتابة نوتة الموسيقية وهو يعتبر الكندي من آئمة علماء الموسيقى أما المقاطع الصلفائية فا مي ري دو سي لا صول التي يقال أن الموسيقية الإيطالي جيد فون أرينزو قد أخذها عام 1026 ميلادي عن نشيدي يوحنى فمن المحتمل جدا أن تكون مأخوذة عن الأحرف العربية دال را ميم فا صاد لام سين التي نجدها مع غيرها في مقطوعات من الموسيقى اللاتينية في القرن الحادي عشر ولنعود الآن ثانية إلى زرياب الذي عاش في بلاط سيده عاشقا الفنون في الأندلس يتمتع بمكانة عالية لقد جلبت عليه تلك الحظوة حسد الكثيرين وفي مقدمتهم يحيى بن الحكم المعروف لجماله بالغزال وكان الغزال شاعرا لامعا من شعراء الحكم الأول ولكنه كان قد صمم على أن يحمي مركزه الذي ناله في القصر حتى ولو كان هذا المنافس زرياب نفسه ولم يكن هناك مفر من حدوث النزاع بين الغزال والبلبل القادم من بغداد ولم تلبث أن اتسعت شقة الخلاف بينهما واتخذت شكلا خطيرا وليحسم عبد الرحمن النزاع بعث بالغزال إلى القسطنطينية وهناك نال الغزال الأنيق اللبق حظوته بين رجال البلاط وسيداته وخاصة لدى القيصرة التي تمنت أن تبقيه دواما في بلاطها وعظى الغزال إلى قرطوبة بعد ذلك النجاح منتفخ الأوداج ليلتقي ثانية بخصمه وليبدأ النزاع بينهما أفضع مما كان فما كان من عبد الرحمن إلا أن أرسله مبعوثا له لدى ملك النورمان الذي كان عبد الرحمن يرغب في مصالحته وهناك وجد الغزال متنفسا لشيطان شعره في عديد من أغاني الغزال الشجية ألقاها في حضرة ملكة النورمان ونسي فيها صراع قرطوبة وكان غياب الغزال عن قرطوبة فرصة أتاحت لزرياب أن يوطد مركزه وأن ينسي القوم ذلك الغزال الشارد ولكن الغزال ما كاد يعود إلى قرطوبة حتى بدأ حربا لا هوادة فيها ضد زرياب وهجى زرياب بقصيدة لاذعة جعلته موضع السخرية فما كان من عبد الرحمن إلا أن طربه من بلاده ولم يجد الغزال أمامه من طريق سوى ذلك السبيل المؤدي إلى درة الشرق بغداد فسلكه برغم عدم تقدير الناس هناك للقادمين من الأندلس ولكن الغزال تمكن بلباقته من أن ينال في بغداد حلوته مثل ما كتب لزرياب النجاح في غرطوبة عندما يذكر العربي كلمة الأندلس وحينما يحلم بجنة الله في أرضه لابد له من أن يتذكر فترة حكم عبد الرحمن الأكبر من 912 إلى 961 ميلادي لقد وهب الأندلس في شخص عبد الرحمن الثالث مثالا طيبا بما يجب أن يكون عليه الحاكم لقد خلق عبد الرحمن في الخمسين عاما التي حكمها من الأمة المنقسمة على نفسها دينيا وجنسيا شعبا متحدا قاد العالم في طريق التقدم والرقي ولم تستطع الخلافات السياسية ولا صراع الداخلي بين المتحررين والمتحفظين في الداخل من أن يمنع الحضارة المزدهرة أو يعوق تقدمها واستمر مستوى المعيشة في الارتفاع بفضل المجهود الكبير الذي بذل في التعمير وري الأراضي وعرفت عين العرب الخبيرة قيمة الكنوز التي يمكن اكتسابها من أرض الأندلس لو أحسن الانتفاع فيها فحفروا الآبار واختطوا السواقي التي تراوح محيط عجلاتها بين عشرين وثلاثين مترا وتلقوا مياه الجبال المتساقطة في أحواض كبيرة بلغت مساحة بعضها خمسة كيلو مترات مربعة تختزن المياه لوقت الحاجة تخرج في قنوات ضخمة توزعها على الحقول حسب الحاجة وهكذا عمروا مرتفعات وسفوح جبال ما كان أحد يظن أنه يمكن أن يستفد منها في الزراعة لجفافها الدائم وعلم المزارعين طرق زراعة ورعاية التفاح والخوخ واللوز والمشمش والبرتقال والكستناء والموز والنخيل والبطيخ كما اهتم مهتماما خاصا بالقطن وقصب السكر وغيرها من اللباتات والأشجار التي ما زالت حتى اليوم تمثل جزءا هاما من صادرات إسبانيا وما فتئت حتى اليوم أسماء كثيرة من الأدوات في الحقل الإسباني تحمل أسماء عربية ولم يترك العرب شبرا من الأرض إلا واستثمروه وبفضل كل تلك الجهود في الزراعة كانت الأرض زمن عبد الرحمن الثالث تنتج ثلاثة أو أربعة مواسم كل عام واهتم الشعب العربي خاصة بتربية الحيوان وهو الذي ألف طوال حياته الإبل والخيل فكان العرب أول من أجر التجارب ومارس التفريخ الصناعي مما نعرفه نحن اليوم في القرن العشرين كما اهتم العرب بالمناجم التي ظلت آلاف السنين لا تمس منذ استغلها الفنيقيون القدماء فاستخرج العرب منها كميات هائلة من الحديد الخام والنحاس والزئبق وبدأت صناعات عدة تنتشر في جميع أنحاء البلاد مما لم يكن للغرب فيها أي دراية وأصبح كل أندلسي يركب بغلته مختالا وقد أراحه الخير العميم من عناء السير الشاق على الأقدام وجذبت الأجر العالية في الأندلس آلافا من العرب من جنود وزراع وصناع وتجار لينعموا بذلك الرخاء وليأكلوا ما طاب لهم من خضر وفاكهة وبقول بأثمان زهيدة وزد عدد السكان في الجزء العربي من إسبانيا عام 950 ميلادي على ثلاثون مليون نسمة وانتشرت حول قرطوبة آلاف من القرى وقد عمها جميعا رخاء وازدهار ذلك أن الأندلس منذ فصلها الأمويين عن دار الخلافة ببغداد لم تعد ترسل للخليفة العباسي مالا من دخل الضرائب والمكوس واستقلت بميزانيتها الضخمة لرفاهية أهلها وكان للنظم الإدارية الدقيقة الممتازة التي وضعها عبد الرحمن الأكبر الفضل في تخفيض المصروفات التي تنفقها الدولة على شؤونها وتسليح جيشها الذي وصفه رسول القيصر أوتو الأكبر بأنه أحسن الجيوش تنظيما وتسليحا وقد ارتفعت مصروفات الدولة كلها الأمر الذي حدا بعبد الرحمن أن يدخر الثلث الثاني من إراد الدولة واستغل الثلث الباقي في تشييد الجسور والمساجد وشق الطرق والقنوات مما قضى على البطالة وبقي على مر التاريخ أكبر شاهد على عظمته وفي ذلك يقول عبد الرحمن نفسه إن الأمير المتطلع إلى المجد لا بد له من أن يبني ما يبقى بعد موته شاهدا على عظمته فلا زالت الأهرامات على مر السنين تتحدث بعظمة بانيها فالبناء الأصيل يسجل اسم صاحبه في التاريخ وكانت مدينة الزهراء التي أسسها عبد الرحمن بالقرب من قرطبة بحدائقها الغناء وقصورها الفاخرة المزينة بالذهب والمرمر والبلور وخشب الأبنوس والجواهر النادرة أكبر أثر تركه من بعده يحكي قصة أمجاده وعظمة بلاده وزهراء كانت جارية لعبد الرحمن أحبها حبا شديدا وكانت قد تركت عند وفاتها ثروة كبيرة أوصت بإنفاقها في دفع فدية من بقي من المسلمين في الأسر عند الفرنجة ولما فشلت مفاوضات عبد الرحمن مع الفرنجة لتحقيق رغبة حبيبته الراحلة أنفق ثروتها على بناء تلك المدينة وأطلق عليها اسم جاريته الحبيبة ليخلد ذكراها العزيزة وظل عشرة آلاف عامل يبنون في تلك المدينة الرائعة مدة خمسين عاما متواصلة وكانت مبانيها أفخر ما عرفه ذلك الأصر ويروي عربي أن قصر الخليفة فيها كان تحفة فنية رائعة أجمع كل من شاهدها من القادمين من مختلف البلدان على أنهم لم يشاهدوا في حياتهم أروع منها واحتذا سرات القوم حذ وخليفتهم فأنشأوا آلاف القصور في كل أنحاء البلاد كما أقاموا العديد من الملاهي والحدائق العامة حيث يستظل الناس تحت أشجار الزيتون والنخيل والعنب والسرو وفي المنطقة الواقعة ما بين سيرة نفادا وسيرة مورينا وجد 12 ألف بلدة منها 6 عواصم و80 مدينة كبيرة و300 مدينة صغيرة وبرغم هذا ظلت خرطبة سيئدة المدن وكانت بضواحيها الثماني والعشرين في عصر عبد الرحمن حول منتصف القرن العاشر أكبر مدن أوروبا كلها وعلاوة على تلك القصور حوت قرطبة 113 ألف منزل و600 مسجد و300 حمام و80 مدرسة و17 مدرسة عليا و20 مكتبة عامة فيها عشرات الآلاف من الكتب كان ذلك حال قرطبة في وقت لم يتجاوز فيه تعداد أي من المدن الأوروبية 30 ألف نسمة إذا استثنينا القسطنطينية ولم يكن في هذه المدن إقليم أوروبي يملك مدرسة عليا أو مستشفى كما نذر فيها وجود المكتبات العامة أو الحمامات ولم تعرف أوروبا أنذاك الشوارع المرصوفة بل كانت شوارعها ملأة بالقاذورات والوحن وبينما جريدة كولونيا الألمانية تصف إضاءة الشوارع بمصابيح الغاز في عددها الصادر يوم 28 مارس 1819 ميلادي بأنه شر مستطير من البشر يهدد الظلام الإلهي كانت شوارع قرطبة حوالي عام 950 ميلادي تزدان بثمانين ألف متجر وتضاء ليلا بمصابيح تثبت على حيطان المنازل وتباشر فيها أعمال النظافة عن طريق عربات القمامة التي تجرها الثيران ومضى على ذلك قرنان من الزمان قبل أن تتخذ باريس عام 1185 ميلادي من قرطبة مثالا لها فترصف شوارعها وتنظفها ومضى قرن آخر قبل أن تحذو بقية المدن الأوروبية حذو باريس ومما لا شك فيه أن تلك الأمثلة العربية الحية كانت مثار إعجاب الزوار المسيحيين للأندلس وأنهم قد نقلوها إلى بلادهم عبر البرانس وتسجل الراهبة الشاعرة هروزوفيتا وهي في صومعتها بدير جانزهايم بسكسونيا إعجابها بقرطبة فتقول في أغنية جميلة قرطبة المدينة الشابة هي زينة الدنيا قرطبة شهيرة بجمالها فخورة بقوتها قرطبة هي التي حوات كل شيء تزهو به المدن وجذبت بلاد الأندلس في أوجز دهارها آلافا من اليهود والمسيحيين إليها ويذكر ابن الحجازي أن الطلبة من كل أنحاء الدنيا تدفقوا على بلاد الأندلس وعلى قرطبة بالذات ليتعلموا فيها خاصة أيام حكم الأمويين بين القرنين الثامن والحادي عشر ولا شك أن الحركة العلمية في الأندلس اعتمدت بعد أذيبد على علوم الإغريق ومجهودات علماء بغداد والمشرق الإسلامي ولكن ذلك لم يدم طويلا فلم تلبث الأندلس أن استقلت فكريا ولمعت في سمائها أسماء عريضة لعلماء فطاحل أمثال الفيلسوفي الكبير ابن رشد وابن زهر وابن طفيل الذي ترجمت كتبه إلى عدد كبير من اللغات الأوروبية وابن باجة وابن البطار وابن فرناس وابن الخطيب والفيلسوف العالمي ابن خلدون مؤسس علم الإجدماع والعالم الصوفي ابن عربي وابن سبعين وغيرهم من الأعلام وكان للحكم الثاني أكبر الفضل في بدء تلك الحركة العلمية فقد اهتم اهتماما كبيرا بتثخيف شعبه وإذا كان أبوه عبد الرحمن قد اهتم بالسياسة والاقتصاب فقد جعل الحكم كل هدفه السير بالأندلس قدوما في طريق العلم والمعرفة ليتبوأ أعلى مكانة بين الأمم المتحضرة ولا تعني أن أسلاف الحكم لم يهتموا بالحركة العلمية لقد كانوا هم الذين جعلوا من كل مسجد مدرسة وأنشأوا في كل حي دارا للكتب وزودوها بمئات الألوف من الكتب التي جعلوها في متناول الجميع ولكننا نعني أن الحكم قد بلغ الذروة بما قدمه للعلم والعلماء لقد أنشأ على سبيل المثال 27 مدرسة جديدة يتعلم فيها أبناء الفقراء مجانا ودفع من ماله الخاص أجور معلميها كما ساهم بنفسه في كل نواحي النشاط الألمي والأدابي في قرطبة واستغل الثروات الضخمة التي تركها له أبوه في الإنفاق على الأبحاث الألمية وشراء الكتب وانتشر رجاله في كل مراكز الثقافة الإسلامية يبحثون عن الناجر من الكتب والمخطوطات ويدفعون أغلى الأثمان بغية الحصول عليها بل وكانوا يصادقون تجار الكتب في كل مكان ليدلوهم على ما صدر منها وما هو بسبيله إلى الصدور وكان يحدث كثيرا أن يشتروا الكتب من مؤلفيها أو ناشريها لتصدر في الأندلس قبل أن ترى النور في البصرة أو الموصل فقد كان الحكم يجد متعة كبيرة في أن يكون أول قارئ لما يصدر من الأبحاث الجديدة وحكى القوم الكثير عن حب الحكم الجم للكتب فيقال إنه قد قرأ الأربعمائة ألف كتاب التي حوتها مكتبة قصره وأنه قد علق عليها جميعا بل وبعث بتعليقاته لمؤلفها شخصيا والواقع أن الحكم كان حجة في الأدب والتاريخ وجد فيه علماء أصره زميلا كفيا وراعيا كريما فوفدوا إليه زرافات ووحدانا عبر البحر والصحراء وذخر بلاط الحكم بالعلماء والأدباء من كافة أنحاء العالم الإسلامي بل والمسيحي أيضا ففي خلال فترة ولايته للعهد ألف الأسقف جودمار الجيروني كتابا بالعربية عن تاريخ الفرنجة كما ألف ربيع بن سعيد الأسقف كتابا عن العلوم الطبيعية باللغة العربية ترجمه جيرارد الكريموني إلى اللاتينية ولم يكن ربيع بن سعيد هذا إلا أسقف قرطبة ريكيدا موندوس الذي بعثه عبد الرحمن الثالث عام 955 ميلادي كمندوب عنده للقيصر أوتو الأكبر ولم يكن الحكم الثاني هو حاكم الأندلس الوحيد الذي اهتم بالعلم كل ذلك الاهتمام فقد شاركه ذلك المجد عدد كبير من الأمراء فالمظفر ملك بطليوس أخرج ماءة مجلة تحوي كل علوم عصره والمقتدر ملك سراقسطة كان فيلسوفا وعالما فذا في الفلك والرياضيات وتنفس الأمراء على الكتب والعلماء ولم يكن أحد ليتولى أي منصب هام من مناصب الدولة دون أن يكون قد أثبت حبه وولعه بالألم والكتب وانهارت دولة الأمويين بالأندلس عام 1031 ميلادي وانتهت خلافة قرطبة وبرغم هذا فقد بقي الأمراء الجدد في إشبيليا وغيرناطا في صراع دائم وتنافس شديد يحيون الآداب والعلم والفنون وكان للشعر الذي هو للعربي بمثابة الماء والهواء حظ كبير في الأندلس وكان الأمراء أنفسهم شعراء ممتازين تصحيح وهمت المؤلفة في أن الجارية التي تركت المال هي الزهراء والواقع أن جارية أخرى هي التي تركت مالا كثيرا فأمر الناصر أن يفك به أسر المسلمين وطلب في بلاد الإفرنج أسيرا فلم يوجد فقالت له جاريته الزهراء وكان يحبها حبا شديدا اشتهيت لو بنيت لي به مدينة تسمها بإسمي وتكون خاصة لي إلى آخره من كتاب نفح الطيب للمقررين قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفست الخامس شعب من الشعراء كان ذلك في مساء يوم من أيام الصيف الحارة وقد خرج أهل إشبيريا يستنشقون نسمة لطيفة ويملؤون ساحل النهر بضوضائهم ولم يكن أحد لينتبه لفتاة تتستر بالظلام لتتدبع عن كثب شابين يسيران الهوينة ولم يكن أحد ليتنبه لهذين الشابين وهما يحثان الخطوة في ملابس عادية وقد شغلهما حديث ذو سجون أنساهما ما خلفهما وما حولهما ولم يدر بمخيلة أحد من الناس أن هذين الشابين هما أبو القاسم محمد ولي العهد وصديقه الشاعر ابن عمار لقد كان أبو القاسم يجد سرورا كبيرا حين يتخفى في زي أبناء الشعب فيندمج بهم ولم يكن يحلو له ذلك إلا في صحبة صديقه الوفي ابن عمار ولم يكن ابن عمار أميرا ذا حسب ونسب بل كان شابا فقيرا مغامرا كل بضاعته أبيات من الشعر يرتجلها بقدرة خارقة وكان هذا هو ما حبب فيه ولي العهد وهو نفسه شاعر ممتاز يهوى الأدب ويشغف به وكانت هوايتهما المفضلة هي أن ينظم أحدهما بيتا من الشعر فيرد عليه الثاني ببيت آخر بالوزن والقافية نفسهما أو أن يقول أحدهما صدرا فيجيز صديقه له البيت ففي تلك الأمسية من أماس الصيف الحارة وبينما هما يسيران الهوين على شاطئ النهر بدأ الأمير ينظم مطلع بيت الشعر ويطلب من ابن عمار أن يريز فقال نسج الريح على الماء زرد ثم وجه كلامه لابن عمار قائلا أجز ولكن ابن عمار أبطأ في الرد عليه ولم تسعفه قريحته ولا نجده شيطان شعره وسادت فترة من الصمت الحائر قطعها صوت ملائكي جميل انبعث من خلفهما ليكمل لهما بيت الشعر الذي حار ابن عمار في إكماله وكان ما جاءهما أي درع لقتال لو جمد وبهت الشابان اللذان لم يشعر بتلك الفتاة تتبعهما عن كثب إلا في تلك اللحظة التي تكلمت فيها وما كاد الأمير يلتفت إليها ويراها عن قرب حتى سحره جمالها الأخاذ فدعا غلامه الذي تركه على مبعدة وأمره بأن يذهب بالفتاة الجميلة إلى قصره وعاد هو بأسرع ما يمكن للقياها وفي القصر استقبلها الأمير باشا وأخبرته في حديثها الطلي بأنها تدعى اعتماد ولكنهم يسمونها الرميكية لأنها جارية رميك ترعى شؤون بغالهم وتشرف على مرعاها وإطعامها ولمس الأمير في الفتاة خلال حديثه معها ذكاء وفطنة وسعة الطلع وكلما زاد إليها تطلعا زادت في عينيه جمالا وبهاء ولم يتروى الأمير لحظة في أن يخضع لسلطان الهوى فأعتقها وتزوجها ولما كان حب اعتماد قد ملك عليه قلبه فقد تسمى في ذلك اليوم بالمعتمد تيمنا باسمها وأصبح كشاعر علما بين ملوك العرب وخلفائهم ولقد ظل حبهما الذي بدأ بنظم بيت من الشعر مضرب الأمثال ما دامت بهم الحياة لقد قام الشعر بدور كبير في حياة أولئك القوم فصداقة الأمير بابن عمار بدأت مثلا بقصيدة من الشعر أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى والنجم قد صرف الأينان عن السرى والصبح قد أهدى لنا كافوره لما استرد الليل من العنبرى وأنقثت إحدى القصائد التي نظمها أبو القاسم حياته حين غضب عليه المعتضض ملك إشبيليا ورمى به في السجن فراح ينتظر الحكم بإعدامه لأنه بإهماله قد أفنى جيشه وخسر المعركة وبرغم قسوة الملك وشدته فقد لان قلبه لشعر أبو القاسم وأطلق سراحة وجئ يوما إلى المنصور بموظف شاب اختلس أموال الدولة وسأله المنصور كيف سولت لك نفسك سرقة أموال الخليفة وأجاب الشاب بحماقة القدر أقوى من الإرادة والفقر يغلب الفضيلة فغضب المنصور وأمر بأن يكبل بالسلاسل ويزج به في السجن ولكن ذاكرة الفتى أسعفته بأبيات من الشعر استدر بها عطف الخليفة المتيم بالشعر فأمر بإطلاق سراحه من قيوده وكانت تلك الأبيات هي الثمن الذي دفعه الفتى للتخلص من الأغلال للخليفة الذي كان يصطحب معه حتى في حروبه أربعين شاعرا من شعراء فصره وما إن سمع الفتى أمر فك أغلاله حتى ارتجل أبيات يشكر فيها الخليفة ويتمنى أن تكون الجنة مقرة وهنا أمر الخليفة بإطلاق سراح الفتى نهائيا وعدم تنفيذ أي عقوبة فيه وإعفائه من إعادة ما سرقه وحتى عامة الناس سلب الشعر لبهم فيحكى أن رجلا اسمه عبد الوهاب خرج مع صديق له من ملقة بغية التنزه سيرا على الأقدام وفي الطريق ارتجل الصديق أبياتا من الشعر ما إن سمعها عبد الوهاب حتى صاح صيحة الإعجاب وخر مغشيا عليه من الانفعال ولما عاد إلى نفسه اعتذر لصاحبه بأن الشعر الجيد والوجه الجميل يخرجانه دائما من إهابه فلا يستطيع أن يملك زمام نفسه وكانت أشعار ابن الخطيب هي سبيله الوحيد لاحتلال أعلى مكانة عند الأمير وابن الخطيب هو الطبيب الفيلسوف الذي شرح للغرب وسائل مكافحة الطاعون وطرق العدوى واشتهر ابن الخطيب بأشعاره وأسلوبه الممتاز في كتابة رسائل الدولة لحكام البلاد الأخرى ولقد قدم لسيده ملك غرناطة أكبر الخدمات برسالته التي بعث بهما إلى سلطان مراكش واستدر بهما عطف السلطان ودموع رجال بلاطه فبعثوا لملك غرناطة بالمعونة المطلوبة التي أنقذت عرشه وبلاده واستطاعت القصيدة الرائعة دائما أن تحقيق المعجزات لدى شعب جعل من الشعر لغة التخاطب فأجاده الفلاح إجادة المتعلمين ونظمته الأميرات والخادمات على حد سواء وانسابت روائع القصائد من شفاه الجميع دون مشقة أو جهد صياد السمك يتغنى بالأشعار والعامل البسيط يشغل وقت فراغه بنظم الشعر والفلاح يرتجله وهو يسير خلف محراثه ويخرج أبو بكر بن المنخل للتنزه مع ابنه الصغير ذات مساء بواد ويسمعان نقيق الضفاضع وجعل أبو بكر يقول لابنه أجز تنق ضفاضع الوادي فقال ابنه بصوت غير معتادي فقال الشيخ كأن نقيق مقولها فقال ابنه بن الملاح في الوادي فلما أحست الضفاضع بهما صمتت فقال أبو بكر وتصمت مثل صمتهم فقال ابنه إذا اجتمعوا على زادي قال الشيخ فلا غوث لملهوفي فقال ابنه ولا غيث لمرتادي من كتاب قصص العرب وبين هذا الشعب الذي ألف أطفاله نظم الشعر يصعب علينا اليوم أن نتحدث عن شعرائهم فالكل شاعر يقدض الشعر ويرتجله فجميع الملوك والوزراء ورجال الدولة والبلاد ورجال السيف والقلم قد نظموا الشعر وتغنوا به وحين نتحدث عن شعب من الشعراء لابد لنا أن نذكر الشعب العربي قبل الإسلام والشعب العربي في الأندلس فإنه هنا وهناك جعل من الشعر المرتجل لغة ثانية للتفاهم والمعاملة أعانهم على ذلك سهولة اللغة العربية في الوزن والقافية وتمتاز اللغة العربية خاصة واللغات السامية عامة عن اللغات الأندروجرمانية لأن أصل كل كلمة يتكون دائما من عدد من الحروف الساكنة عددها في الغالب ثلاثة والحروف الساكنة تبقى غالبا ولا تتغير أما الحروف المتحركة فهي التي تتغير تبعا للمعنى وخضوعا لقواعد اللغة وهي تدخل على جميع الحروف الساكنة في الكلمات المختلفة بطريقة واحدة تقريبا مما أوجد في اللغة عددا لا يحصى من الكلمات تختلف في حروفها الساكنة وتتفق جميعا في الحروف المتحركة فهي كلمات يسهل استخدامها كقافية لشعر وتسهل وزنه ومن هنا كان الوزن والقافية هما طابع الشعر العربي وقد سيطر هذا الطابع العربي المميز على الشعر في العالم وتغى على الطابع الإغريقي واللاتيني والجرماني فبرغم أن اللغات الجرمانية خاصة الألمانية يصعب استخدامها في القافية فقد اتخذت الطابع العربي طابعا لها ونبذت الأصول الجرمانية والإغريقية حتى صارت غريبة علينا اليوم كيف حدث هذا؟ ولماذا لا ننظم نحن الألمان أشعارنا الآن كما فعل الإغريق والرومان؟ لقد ظل الشعر الديني والدنيوي زمنا طويلا يخرج في ثياب اللاتينية ولم يكد الشعب يبدأ بنظم القصائد الغنائية حتى ترك النظم الإغريقية والرومانية واتخذ الطابع السامي نظاما بشعره لقد جذبته إليه الحاجة إلى إيقاع موسيقي يتفق مع الشعر الغنائي ولو لم يفعل الشعب هذا لما وصلت القصائد الغنائية عند غوتا وغيره من الشعراء المبرزين إلى ما وصلت إليه من شهرة عالمية ويحق لنا الآن أن نتساءل كيف شق الوزن والقافية طريقهما ليصبحا طابعا للأشعار العالمية إن أول التأثيرات الشرقية قد وردت إلى الغرب عبر بيزنطية في صلوات اليهود في القرن الأول الميلادي وفي القصائد الدينية للكنيسة الرومانية الشرقية وحمل رهبان مصر وسوريا معهم إلى بيزنطية واديرة الغرب الطابع العربي الذي عاش غريبا إلى جوار الطابع الإغريقي الروماني وظلت القافية لا تراعى مدة خمسة قرون كاملة ولم تتخذ شكلا واضحا في الأشعار إلا في القرن الحادي عشر أما الوزن فقد ظهر في الشعر لأول مرة حوالي عام ثمانماء وستون ميلادي في الشعر الديني الذي نظمه أوتفرد ولكن ذلك لم يكتب له الانتشار وأتت الموجة الثانية من القصائد الغنائية التي نظمها عرب الصحراء والشعر العربي ظهر فجأة حوالي عام خمسماء ميلادي في صورة فنية كاملة متميزة ولا ندري نحن اليوم مصدر تلك الحركة الأدبية المفاجئة على أنه من المؤكد أن اللغة نفسها بكلماتها المنغمة قد مهدت السبيل لذلك وبينما بقيت القافية في الأشعار السورية ميزة لبعض الأفراد نجدها قد أصبحت طابعا مميزا للشعر العربي يستكمل فيها بيت الشعر أوزانه وينتهي بها كل بيت في القصيدة مهما كان عدد أبياتها وهكذا أصبحت القصيدة العربية تدخر بالصور الحية والعواطف الجياشة تتوالى كالموج من مئات الأبيات بالوزن والقافية ذاتهما ومن أجمل أمثلة ذلك الشعر ما كتبه امرؤ القيس الذي عاش قبل محمد صلى الله عليه وسلم بخمسين عاما حيث يقول ديمة هطلاء فيها وطف طبق الأرض تحرى وتذر فترى الورد إذا ما أشجدت وتواريه إذا ما تعتكر وترى الضب خفيفا ماهرا ثانيا برثنه ما ينعفر وترى الشجراء في ريقها كرؤوس قطعت فيها خمر ساعة ثم انتحاها وابل ساقط الأكناف واه منهمر راح تمريه الصبا ثم انتحا فيه شعبوب جنوب منفجر لج حتى ضاق عن آذيه عرض خيم فخفاق مبتسر قد غدا يحملني في أنفه لاحق الأطلين محبوك ممر وظل الشعر العربي يلتزم القافية حتى خرجت على ذلك مدارس جديدة كان في طليعتها أبو نواس وشعراء الأمويين في قرطبة في نهاية القرن التاسع الميلادي وخرج إلى الوجود شعر غنائي جميل مختلف القوافي وساهم في هذا النوع من الشعر الفردوسي وعمر الخيام في إيران وما لبثت أن انتشرت هذه القصائد من قرطبة إلى قرى القوقاز الهندية ومن نيسابور حتى النيجر ونهر الكنج وتميز ذلك النوع الجديد بتقسيم القصيدة إلى مقاطع لكل مقطع قافية مختلفة ولم تلبث أوروبا أن رحبت بهذا النوع من الشعر فأخذ الشعراء الغنائيون عن الأوزان وألقوا في العربية وعن كل طابع مميز للشعر الأندلسي ولعل أكبر دليل على ذلك هو ما كتبه خوان رويس من أشعار لمحبوبته وما كتبه شعراء بلاط الملك ألفونس وما زالت تراني معيد الميلاد تحمل حتى اليوم ذلك الطابع العربي وأثر طابع الشعر العربي على إيطاليا تأثيرا أكبر ونشاهد ذلك واضحا في أشعار فرانسيس الإسيزي ودانتي وفراء جاكاباني داتودي وحتى لورينزو ديميديتشي وميكيا فيلي قد نظموا على أسس لأوزان العربية كما بقي ذلك الأثر العربي أوضح ما يكون في سقلية وتوسكانا والبندقية وبرغم اتساع رقعة الدولة الإسلامية فقد حافظ الجميع على نظم الأشعار بأسلوب البادية ولغتها وأرسل الناس أولادهم إلى أولئك البدو في الصحراء ليتعلموا اللغة العربية السليمة وقرض الشعر وبرغم اختلاط البدو الرحل في البلدان المفتوحة بسكان تلك البلاد فقد ظلوا محافظين على طابعهم البدوي ولم يغيروه ويتميز الشعر العربي بالعواطف والمشاعر الحية التي تتكامل حباتها كأقد من اللؤلؤ واللغة العربية الزاخرة بألفاظها ذات النغم الجميل تساعد البدوية الساذج على صياغة أرقى المشاعر البشرية في قالب جذاب والبدوي بحكم ظروفه وبئته صبور نافذ البصيرة ولغته العربية هي لغة غنائية حافلة بالتعابير الذاتية المتأتية عن انطباعات ومشاعر متماسكة تماسكا لآلئ في عقد جميل لذلك نرى أن النزعة الغنائية تسيطر على الشعر العربي سيطرة تامة كما هي الحال عندنا في أوروبا هذه الأيام حيث اندثرت الملاحم ومن ناحية أخرى فإن اللغة العربية لغة مطواعة في ألفاظها إلى درجة نجدها فيها تدعو إلى نظم العواطف والمشاعر شعرا وإنه لمدهش حقا أن نرى البدوية الساذج والمحارب الباسل يتمتعان بمفردات قادرة على التعبير عن أدق المشاعر والأحاسيس الإنسانية فثروة العربية كانت تقدم للشاعر تعابر شتى عن أشياء وحاجات من جميع الزوايا والأنحاء وهنا تكمن الملاحظة الدقيقة تصبورة لابن الصحراء التي كانت تلقط تعابر وجه ما أو تدخل إلى أعماق نظرة ما أو ترى أثرا فوق الرمال فتصفه أو ينال سمعها صرخة في الليل فتغنيها بما فيها من لون ونسيم ورنين وهذه هي الغبطة في الوصول إلى تعبير دقيق يصف حالة معينة تبتعد بكل صفاتها عن الحالات العامة فتؤكد بكلمات مختضبة ظلالها الخاصة وفي هذا لعمري صعوبة تصل حد المستحيل وأجواء غريبة نمت فيها هذه الكلمات فوصفت الأوضاع الحياتية بصدق وإخلاص وهذا نماذج من الشنفري لعلها تعطينا الصورة الواضحة عن قوة التصوير بلغة الصحراء حيث كانت الضباع والذئاب رفيقة هذا الإنسان أديم مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول إمرء متطول ولولا اجدناب الذأم لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل ولكن نفسا مرة لا تقيم بي على الضيم إلا ريثما أتحول وأطوي على الخمس الحوايا كمن طوت خيوطة ماري تفار وتفتل وأغذو على القوت الزهيد كما غدا أزل تهاداه التنائف أطحل غدا طاويا يعارض الرح هافيا يخوت بأذناب الشعاب ويعسل فلما لواه القوت من حيث أمه دعا فأجابته نظائر نحل مهلهلة شيب الوجوه كأنها قداح بكفي سير تتقلقل أو الخشرم المبعوث حثثت دبره محابض أرداه النسام معسل مهرثة فوه كأن شدوقها شقوق العصي كالحات وبسل فضج وضجت بالبراج كأنها وإياه نوح فوق علياء ثكل وأغضى وأغضت واتسى واتست به مراميل عزاها وعزته مرمل شكى وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت ولا الصبر إن لم ينفأ الشك أجمل وفاء وفاءت بادرات وكلها على نكض مما يكاثم مجمل وتشرب أسآل القطى الكدر بعدما سرت قربا أحناؤها تتصلصل هممت وهمت وابتدرنا وأسدلت وشمر مني فارط متمهل فوليت عنها وهي تكبول عقره يباشره منها ذقون وحوصل كأن وغاها حجرتيه وحوله أضاميم من سفر القبائل نزل توافين من شتى إليه فضمها كما ضم أذواد الأصاريم منهل وآلفوا وجه الأرض عند اختراشها بأهدأة به سناسل فحل لقد ضم بعضهم هذه القصيدة إلى المعلقات التي اعتبرت من أخدم القصائد والتي نال أصحابها جوائز وعطايا لما تضمنت من معاني وصور سامية وإلا كيف استطاع النثر الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى مبشرا فسيطر على ذاك الإنسان الشاعر ودخل إلى أعماقه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسأس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سورة التكوير وثم تشعر كثير وصف به العرب أحب الحيوانات إلى قلوبهم إن موضوعات هذا الشعر لا يحصها عد كالنفس الإنسانية تماما ففيها المشاعر كلها من حزن عميق وشك مجنون وكره شديد كما فيها الألم الموجع والحب البعيد وها هو ذا الشاعر بن خفاجة يتذكر أيام شبابه فيقول فأذكرنا ليلة باللوى وعهدا لعصر الصبى أطربى وماء بوادي الغضى سلسلا ومرتعا بالحمى مع الشبى وما كان أعطر تلك الصبى وأن دام عاطف تلك الربى وأطيب ذاك الجنى روضة ورشفة ذاك اللمى مشربا لقد ارتقى المعتمد زوج اعتماد أو الرميكة العرش بعد أبيه ليحكم طيلة 22 عاما مملكة مزدهرة على الرغم من تلبد الجو السياسي بالغيوم ولكم كان حب الأمراء لهذا العربي ضعيفا لأنه كان حسب شهادة بن خلكان فيه نقلا عن كتاب لمح الملح إنه أندى ملوك الأندل سراحة وأرحبهم ساحة وأعظمهم ثمادا وأرفعهم عمادا ولذلك كانت حضرته ملق الرحال وموسم الشعراء وقبلة الآمال ومألف الفضلاء حتى إنه لم يجتمع بباب أحد من ملوك عصره من أعيان الشعراء وأفاضل الأدباء ما كان يجتمع ببابه من كتاب وفيات الأعجان إن كل هذه الصفات حدث بمعظم الأمراء الآخرين أن يحصدوه ومن المعروف أنه كان معاصرا لهنير الرابع وغريغوريوس السابع وفيلهلم الفاتح والنبيل روجر الأول السقلي في قصر المعتمد عاش الطبيب أبو العلاء ابن زهر وهو ثالث سلالة الأطباء الإشبيليين المتحدرة من القبيلة العربية إياد وقد عرف بعنايته بالفلسفة وثقافته الواسعة وكان يحرص دوما أن يكتب وصفاته الطبية على قطع من الورق لا تتسع إلا للوصفة فقط اشتراها من تاجر عراقي التقاه هناك كما عرف عنه أنه كان يكتب الوصفة من دون أن يرجع إلى الكتاب ولعل الكتاب المعنيها هنا هو كتاب القانون لابن سينا الذي وصل إلى الأندلس وشاع أمره بين أطبائها وكان طبيب المعتمد هذا هو والد الفيلسوف والطبيب الطائر الشهرة ابن زهر الذي عرفه الغرب بإسم أذن زوار وجدا لطبيب آخر برع كذلك في عالم الشعر لقد ذهب حفيد بن زهر إلى مراكش ليعمل في خدمة القصر هناك ويروى أن السلطان قد اطلع بطريق الصدفة على شعر من نظم طبيبه يصف فيه حنينه إلى أهله وبلده فتأثر السلطان كثيرا وأمر سرا باستقدام عائلة الطبيب إلى مراكش بعد أن رفع له راتبة كذلك لجأ ابن زيدون وهو أحد كبار الشعراء العرب إلى قصر بني عباد في إشبيليا وكما فعل المعتمد في قصيدته باعتماد كذلك فعل ابن زيدون باسم ولده الوليد فأقام له نصبا من الحب وكان هذا الابن يعادل السعادة والتعاسة بل الألم في حياته فحمل هذا الألم في نفسه كطابع محرق على جبينه إذ سمى نفسه أبا الوليد ابن زيدون انتمى ابن زيدون إلى أشهر عائلات قرطبة وتعلق بامرأة قررت مصيره هي الشاعرة واللادة أميرة الأمويين الباهرة الجمال التي سجد عند قدميها الرجال وأراد له حظه السيء أن يكون غريمه في هذا الحب الوزير الأول أبو عامر ابن عبدون فكاد له واتهمه ونسب إليه محاولة القيام بثورة على السلطان لقد كانت الرسالة التي بعث بها ابن زيدون يهجو فيها خصمه نصرا أدبيا أضحك القوم لما في هذه الرسالة منه جاء مقذع ناجح جعل من خصمه مهزلة القوم ومادة غزيرة استغلها غريمه كما كانت أيضا سببا في إحلال غضب أصحاب الشأن عليه وسجنه وحاول الشاعر عبثا أن يرفع الحيف الذي نزل به بالتوسل إلى السلطان وأخيرا لجأ إلى الفرار وظل مختبئا سنوات عديدة بدأ أن شوقه لولادة دفعه مرة ثانية إلى الإقتراب من خرطبة وفي أطلال الزهراء قصر الأمويين العظيم التي وقعت فريسة في أيدي البربر ينهبونها وحيث كان البوم ينعق فيها وفيها أشباح مفزعة تبعث الخوف في أوصاله من هذا الطلل بالذات بعث ابن زيدون بآهاته الملأ بالشوق والحنين إلى محبوبته التي أنساها عالمها الشاعر بعث ابن زيدون بآهاته الملأ بالشوق والحنين إلى محبوبته التي أنساها عالمها الشاعر الذي كانت بالنسبة إليه آلمه بأجبعه لقد ملأ هذا الحب حياته كلها ووسمها بميسم قاص وزودها بدفق من المشاعر والأحلام صاغها الشاعر في قصائب كان لها من القوة كما قالت العرب ما لم يكن للسحر قط وكان لها من السمو ما لم يكن للنجوم وبعد ضياع طويل حط به الترحال في قصر ملوك إشبيليا حيث قدم للمعتمد لدى احتلاله قرطبة خدمات جليلة لقد انضم إلى رهض الشعراء في قرطبة شاعراء سقلية الذان هربا من سيطرة النورمان فيها أبو العرب وابن حمديس وفي هذا المجمع من النجوم الكبيرة والصغيرة كان الشاعر المعتمد المليك الشمس ذاتها التي جذبت بأشعاتها كل من حولها وظللته أجل لقد كان المعتمد شاعرا غنائيا شهيرا خضى لحب رميكا خضوعا أعمى وكما يروى وعلى عادة شعراء الغنائية العرب جعل منه عبدا للحسناء أناتا القمر المشاء ومارغاريتا المتقلبة الأهواء وتغنى فيها بشعره العذب الجميل وبقي هكذا إلى أن نكب في آخر أيامه بنفسه وأبنائه وعرشه ونفي إلى سجن أغمات في إفريقيا حيث كبل بالسلاسي والقيود بعد مجد وعز في قصره بإشبيليا وبعد مرور ما أتي سنة من موت المعتمد انطلق ابن الخطيب وحيدا من مراكش حتى وصل أغمات ولما وصل القبر الذي ضم بين جنبيه المعتمد الشاعر ومحبوبته قال شعرا مؤثرا ينم عن تقدير وحب عظيمين للشاعر وقد رثاه أيضا ابن عبد الصمد في يوم عيد بعد أن طوف بقبره قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل السادس سلطان الحب اعتماد أغائبة الشخص عن ناظري وحاضرة في صميم الفؤادي عليك السلام بقدر الشجون ودمع الشؤون وقدر السهادي تملكت مني صعب المرامي وصادفت ودي سهل القياد مراد يلقياك في كل حين فياليت إني أعطى مراد أقيمي على العهد ما بيننا ولا تستحيلي لطول البعادي دسست اسمك الحلو في طي شعري وألفت فيه حروف اعتمادي أرسل المعتمد تلك الأبيات التي تكون حروفها الأولى اسم زوجته اعتماد إليها وذيّلها بهذه الكلمات سأراك قريبا إن شاء الله ثم إن شاء ابن عمار ويرى صديقه ابن عمار ضاحكا ما كتبه المعتمد لزوجته فيجيبه إنما شيئتي كانت وما زالت دائما تحقق رغباتك إن كنت تريد العودة الآن فاركب مركبا شرائيا أو امتطي صهوة جوادك وستجدني خلفك وحين تصل إلى القصر تركني أذهب إلى بيتي ثم هرول إليها سريعا دون أن تضيع وقتا حتى في خلق سيفك وارمي بنفسك تحت أخدامها ولقد تكلم ابن عمار حقا فالخليفة الشجاع الذي تأتمر بأمره الملايين قد صار عبدا لجمال زوجته لقد سحراه جمالها وذكاؤها وقدرتها على ارتجال الشهر برغم أنها لم تتلقى أي تعليم وفي أحد أيام شباط فبراير دخل عليها في حجرتها فإذا بها تطل من النافذة والدموع تنحدر من مآقيها ولما سألها عما بها أجابته متدلهة ألا ترى الثلج على تلك الأشجار البعيدة يكسوها بثوب أبيض جميل وأنت لم تفكر مرة واحدة في أن تجلب لي هذا المنظر الساحر أو أن تسافر معي إلى بلد جميل بثلوجه ومناظره وضحك المعتمد ولاطفها وجفف دموعها ووعدها بما طلبت وأمر في الحال أن تزرع بالقرب من نافذتها أشجار اللوز لتنعم حبيبته بمرأة أزهارها البيض ابتسامة الربيع الأولى على شفتي الكون لتعوض بها عن مرأة الثلج وذات مرة تملك اعتمادا حزن شديد حين رأت نساء من العامة يغصن بأخدامهن في الوحل مريحات يعددنه لصنع قوالب من الطوب وقالت لزوجها متحسرة إني تعيسة أعيش مسجونة في هذا القصر ولا أستطيع أن أغوص بأقدام العارية في الوحل كهؤلاء النسوة وضحك زوجها عاليا وأمر بإحضار كمية كبيرة من القرفة والمسك والطيب ورش عليها ماء الورد ثم عاد إلى زوجته ليخبرها أن العجينة تنتظرها لتغوص فيها بأقدامها العارية عابثة لقد أحب الرجل فيها تلك النزوات ووجد متعته في الارتماء تحت أقدامها وماذا يهم إن كانت هي قد تربت بين الأطلال بينما هو تربى بين القصور إن الحب لا يعرف تلك الفوارق ألم يقول الحكم الأول حوالي عام ثمن ماء ميلادي فهو من أقسى وأعنف أمراء الأندلس إني أخضع وأطيع غزلان قصوري كسجين مكبل بالأغلال فسلطان الحب قد جعل منه عبدا للجمال وهو الملك الجبار وهارون الرشيد نفسه وهو من أعظم حكام المسلمين يقول حبيبات الثلاث يملكن علي نفسي ويسكن قلبي كل الناس تطيعني وهن لا يطيعنني وإنما أنا الذي أطيعهن إن قوة الحب قد جعلتهن أقوى مني ولم يكن ذلك المسلك خيالا لشائر أو تزويقا في الكلام إنما كان حقيقة ملموسة عاشها الناس وقدروها قدرها فالخضوع للمرأة والخضوع لله كانا من صفات القوم التي تعارفوا عليها فالعربي الذي شعر بحقارته أمام جبروت الصحراء المترامية الأطراف شعر بقوة الله وقدرته وبطاعته وخضوعه لله كان يأمل في رحمته وهو الرحمن الرحيم ولهذا ترى المؤمنين ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود فعرف المؤمنون ذو الإيمان بتواضعهم فكلهم عبد لله وأعطت هذه العقيدة شعر العرب الديني طابعا خاصا إنعكس كذلك في أشعارهم الغنائية فقد كانوا في جاهليتهم يتلمسون رضا الآلهة وهم بعد الإسلام يطمعون في رحمة الله وأصبح تعبيرهم عن الطاعة والخضوع منهجا لنظمهم في الأمور الدينية والحب على حد سواء وعرف العرب الحب نقيا عفيفا فهو حب عذري يشبه إلى حد كبير الحب الأفلاطوني عند الإغريق ومن أول أمثلة ذلك الحب العذري يروي لنا تاريخ العرب قبل الإسلام قصة جميل وبثينة الذين لم يستطيعا التغلب على عداء قومهما ولكن حبهما يحطم كل زمان ومكان ويبقى خالدا لا يقضي عليه الموت نفسه كما يحكي التاريخ عن حب الحارث بن عوف سيد قبيلة مرة لبهيس المتكبرة التي وضعته تحت الإختبار عدة مرات لتمتحن مدى حبه لها والتي لم تعطه نفسها كزوجة إلا بعد أن برهن على تدلهه في حبها وتقدم ذلك الحب العذري من الصحراء ليدخل قصور الخلفاء فعباس بن الأحنف في بلاط هارون الرشيد عام 800 ميلادي لا يختلف كثيرا عن جميل بثينة فبرغم أن محبوبته جارية في قصر الخليفة فهي بجمالها في أشعاره ملكة متوجة وهو يقدرها لأفتها سواء رضيت عنه أو غضبت عليه فهو عبد لله في تدينه عبد للجمال في حبه وحبه لها وخضوعه لا يقللان من شأنه كرجل بل هما يرفعانه درجات ودرجات وسرت تلك النغمة من الصحراء إلى الأندلس ولقيت ترحيبا كبيرا فابن حزم يعتبر الخضوع للحب مفخرة والتذلل للحبيبة شرفا كبيرا وابن حزم هو رائد فن الغزل والحب برغم أنه من عائلة قوطية دخلت الإسلام بعد دخول المسلمين للأندلس وقد شغل ابن حزم أرفع مناصب الدولة في بلاط قرطبة وعاش أربيا صرفا بل ودعا أنه ينتسب إلى الأمويين في دمشق فكان ابن حزم شائرا وفيلسوفا كبيرا وفي كتابه الشهير عن الحب المعروف بطوق الحمامة يقول سنة ألف وعشرون ميلادي أفكارا قريبة الشبه من أفكار دانتي فحبه لمحبوبته هو وسيلة من وسائل حبه لله أمن عالم الأملاك أنت أم إنسي أبن لي فقد أزرى بتمييز العي أرى هيئة إنسية غير أنه إذا أعمل التفكير فالجرم علوي تبارك من سوى مذاهب خلقه على أنك النور الأنيق الطبيعي ته أحتمل واستطل أصبر وعز أهن وولي أقبل وقل أسمع ومر أطع هذا هو ما كان يقوله ابن زيدون لحبيبته واللادة التي ظل طوال حياته عبدا مخلصا لها ويبدو الشبه كبيرا بين دانتي وبين ابن عربي فقد أخذ دانتي عنه تشبيهاته بعدما يقرب مما أتي عام فكما ارتفع حب دانتي الشاعر الإيطالي لبياتريس به إلى الجنة درجات ودرجات نجد ابن عربي أيضا يقول نفس الأوصاف في محبوبته فبياتريس عند دانتي هي نيسام عند ابن عربي الذي يعلق على أحد كتب أشعاره قائلا لقد جعلت مني نظام ملهما لكل ما كتبته في هذا الكتاب من قصائض فهي كل أملي ورجائي وكل اسم ذكرته في قصائضي قصدتها به وكل منزل حننت إليه هو منزلها وبرغم أن أغلب أشعاري ديني يتحدث عن النور الإلهي فهي تفهم كل ما أعنيه وحياتنا الأخرى تفضل حياتنا الراهنة وهكذا ابطر ابن عربي كما ابطر دانتي فيما بعد أن يعلق على أشعاره الصوفية التي غنها في حب نيسام ليظهر طهارة حبهما على أكس ما ادعاه حساده وتمتعت المرأة العربية علاوة على ذلك التقديس بمكانة عالية في المجتمع برغم وجود نظام الحاريم في القصور وخرجت نساء الأندلس بنشاطهن إلى الحياة العامة سواء في ذلك سيدات المجتمع الراقي أو بنات الطبقات الفقيرة والجاريات فكان منهن الشاعرات والباحثات في العلوم وتلقين العلم تماما كالرجال وسجل لهن تاريخ الأندلس صفحات من المجد فكانت هند تقرض الشعر وتعزف على العود وتغني بصوت شجي وسائر القوم يتغنون بأشعار حفصة وقصة حبها للشاعر أبي جعفر وتغني إحدى الجاريات أمام المنصور وهي تعلم أن الخليفة متيم بحبها ولا تخجل برغم هذا من أن تتغنى بحبها لوزيره وتلاحظ الجارية غضب الخليفة وغيرته عليها فترتجل بيتا في حبه هو تنقذ به نفسها ويحكي ابن بسام الشنتريني في كتابه الذخيرة من محاسن أهل الجزيرة عن الشاعرة واللادى فيقول كانت في نساء أهل زمانها وأحدة أقرانها حضور شاهد وحرارة أوابد وحسن منظر ومخبر وحلاوة مورود ومصدر يعش أهل الأدب إلى ضوء غرتها ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها إلى سهولة حجابها وكثرة منتابها تخلط ذلك بعلو نصاب وكرم أنساب وطهارة أثواب من كتاب الذخيرة وفي ضوء تلك النجوم انتشر شعر الغزل وخرج من الأندلس عبر الحدود إلى الغرب ليصبح فنا عالميا ومن أمثلة شعر الغزل الأندلسي الذي هو صورة من شعر الغزل العربي عامة ما كتبه ابن الفارض في محبوبته تهدلالا فأنت أهل بذاك وتحكم فالحسن قد أعطاك ولك الأمر فاقض ما أنت قاض فعلي الجمال قد ولاك ولم يكن الغرب يعرف مثل تلك النغمة في الحد ولم يكن أحد من شعراء الغرب ليعبر عن حبه في ذلك الأسلوب ولم يكن أحد منهم ليقذف بنفسه تحت أقدام محبوبته يتلمس رضاها ولم يعرف أنا كريون ولا ثيوكريت ولا سابو ولا بلاتون ذلك النوع من الحب ولا ذلك الأسلوب في الغزل ولم يعرف الجرمان الذين جعلوا المرأة في مكانة مساوية للرجل وقدروا شخصيتها أيضا هذا الأسلوب العربي في الحب والغزل ويتساءل الكثيرون كيف بدأ الدوق فيرهلم التاسع في جنوبي فرنسا وغيره من الشعراء والمغنين في نعت أنفسهم بالخدم والعبيد أمام محبوباتهم وفي أشعارهم وأغانيهم وكيف رفعوا المرأة إلى تلك المكانة العالية وركعوا أمامها ساجدين وكيف أصبحت المرأة التي كانت أقل شأنا من الرجل في ظل تعاليم الكنيسة لأول مرة كائنا مقدسا يتوسل إليها الرجل حتى الأشعار الدينية التي كانت قبل ذلك تصف مريم أم المسيح بخادمة الرب وبالفتاة الذليلة قد جعلت منها الآن السيدة الكريمة والحبيبة العزيزة وغزى ذلك الأسلوب الغزلي كل فرنسا وإيطاليا وصقلية والنمسا وألمانيا وكما قلدوا العرب في أسلوبهم وطريقتهم كذلك أخذوا عادة عباس بن الأحنف في عدم ذكر اسم محبوبته في قصائره الغزلية والاستعابة عن ذلك بأي اسم آخر وكان هذا الاسم في الغالب اسم رجل على أن ما كان عند العرب حبا حقيقيا وشعورا عميقا أصيلا قد أصبح في الغرب مجرد أسلوب لشعراء في أشعارهم لا ينبع عن إيمان عميق بما يتغنون به فما يذكره شاعر العرب من خضوع لهوى الحب واستعداد لتنفيذ كل ما تأمر به المحبوبة لم يكن أكثر من أسلوب يجذب به الفارس رضاء السيدة وقد نشرت تعليمات أوفيد ذلك الأسلوب في معاملة النساء بين الناس وظل ذلك جزءا لا يتجزأ من الحضارة الأوروبية حتى يومنا هذا ومنذ أن تعرف بورداخ على مصدر شعر الغزل الأوروبي فالكثيرون يحاولون جاهدين إرجاع مصدره لغير العرب برغم أن كل الدلائل تشير بوضوح عن قدومه من الأندلس عابرا نفس الطرق التي عبرتها مختلف الثقافات الغربية والتي كانت الأندلس بموقعها السياسي والجغرافي أكبر مورد لها إتماما للفائدة نذكر فيما يلي عددا من أسماء الأماكن الأندلسية والفرنجية وما يقابلها في الإسبانية هنا ذكرت الكاتبة عددا لا بأس به من المدن والقرى الأندلسية في إسبانيا والذي شد انتباهي هو اسم قرية طوشانة والتي يرجع إليها اسم عائلة الطوشاني المقيمة حاليا في مدينة تاجراء بليبيا وكذلك بمدينة درنة حسب معرفتي وهي بالإسبانية توسينا وقد عثرت عليها في خرائط جوجل وهي من ضمن إقليم إشبيليا وهي ليست مدينة ساحلية كما قد قرأت هذا في مصدر آخر لم يكن غريبا أن يلعب الملك ألفونس السادس ملك ليون وقشطالة لعبة الشطرنج وقد عرف عنه ابن عمار وزير المعتمد وصديقه قدرته الفائقة في تلك اللعبة أما أن يهزم ذلك الملك ابن عمار في تلك اللعبة كما ادعى الكثيرون فذلك هو المحال وكان ابن عمار واثقا من قدرته على هزيمة الملك ألفونس في تلك اللعبة الفنية بدرجة أنه وعد بإعطائه مدينة إشبيليا مكافأة له إن هو هزمه وخسر ألفونس في لعيبه مع ابن عمار وأنقذت دولة المعتمد دون حرب وبقيت إشبيليا للمسلمين وعد ابن عمار من مؤسكر الأعداء فخورا وخلفه خدمه وأتباعه يحملون عنه رقعة الشطرنج إن عادات العرب وألعابهم قد سرت بين الجيران من المسيحيين وإذا حاول المسيحيون التباعد عن المسلمين بعد فتحهم للأندلس فإن ذلك لم يدم أكثر من بضع سنوات تحطمت بعدها جبهة المسيحيين ضد الإسلام لقد قضى النزاع الداخلي ناشب بين الأمراء المسيحيين على كل تعصوب ضد المسلمين فهذا أمير مسيحي يطلب مساعدة المسلمين ضد أمير مسيحي آخر يهدد إمارته وذاك يطلب عون المسلمين على استرداد ما سلب منه وثالث يطلب مساعدة المسلمين ضد ابن عمه الذي سلبه أرشه ولن نستطيع أن ننسى اليوم الذي قدم فيه الملك سانشا ملك ليون إلى قرطبة وتوجه إلى قصر الصخرة وما إن مثل بين يدي عبد الرحمن حتى خر جاثيا عند قدمي الخليفة يرجوه أن يمده بعون وأن يأمر طبيبا من أطبائه المهر بعلاجه من مرض شديد كان يلح عليه ولا يجد له شفاء ويشفى سانشا من مرضه وسمنته ويطرد سالب العرش فيلجأ هذا الأخير مرتديا زي الأعراب يطلب عون الحكم الثاني وقبل أن يدخل على الحكم الثاني يلتقي بعبد الله بن قاسم أسقف إشبيليا وبالوليد قاضي المسيحيين بقرطبة فيعلمانه آداب السلوك في حضرة الخليفة وكان الأسقف والقاضي يلبسان زيا عربيا ويحملان إسمين عربيين ويتلوان كغيرهما من المسيحيين الإنجيل باللغة العربية وكان يحنى أسقف إشبيليا قد ترجمه إلى لغة القرآن وقبل ذلك بماءة عام تقريبا كتب ألفارو أسقف قرطبة حينئذ كثيرون من أبناء ديني يقرؤون أشعار العرب وأساطيرهم ويدرسون ما كتبه علماء الدين وفلاسفة المسلمين لا ليخرجوا عن دينهم وإنما ليتعلموا كيف يكتبون اللغة العربية مستخدمين الأساليب البلاغية أين نجد اليوم مسيحيا عاديا يقرأ النصوص المقدسة باللغة اللاتينية من منكم يدرس اليوم الكتاب المقدس أو ما قاله الرسل إن كل الشباب النابه منصرفون الآن إلى تعلم اللغة والأدب العربيين فهم يقرؤون ويدرسون بحماسة بالغة الكتب العربية ويدفعون أموالهم في اقتناء المكتبات ويتحدثون في كل مكان بأن الأدب العربي جدير بالدراسة والاهتمام وإذا حبثهم أحد عن الكتب المسيحية أجابوه بلا اكتراث بأن هذه الكتب تافها لا تستحق اهتمامهم يا للهول لقد نسي المسيحيون حتى لغتهم ولن تجد بين الألف منهم واحدا يستطيع كتابة خطاب باللغة اللاتينية بينما تجد بينهم عددا كبيرا لا يحصى يتكلم العربية بطلاقة ويقرض الشعر أحسن من العرب أنفسهم وما كان الأسباني ليملك أن يفعل غير ما فعل فقد سحره جمال تلك النهضة وروعتها فلم يجد أمامه سبيلا سوى الاندماج فيها والمساهمة في إحيائها ليضمن لنفسه البقاء وكان أثر الإسلام على كل ناحية فكرية أو مادية في تلك البلاد هو الأساس الذي قامت عليه حضارة إسبانيا ويذكر أورجينو إن عظمة الأمويين بالأندلس قد سحرته فرجع إلى وطنه بعد أن وضع شخصه ورجاله وعتاده تحت تصرف حاكم المسلمين وشهد التاريخ جيوشا مسيحية تحارب تحت قيادة خليفة المسلمين وفي عام ألف وعشر ميلادي فقد ثلاثة من الأساقفة حياتهم في إحدى المواقع دفاعا عن الخليفة وشهدت خلافة المنصور عددا كبيرا من الفرسان عبروا جبال البرانس ليحاربوا تحت لوائه كما حفلت قصوره بعدد من أبناء الملوك احتفظ بهم كرهائن لديه وعلمهم الموسيقى والغناء والشعر والأدب العربي وحمل أبناء الأمراء العرب عاداتهم ومعارفهم وأغانيهم إلى قلاء شمالي إسبانيا حيث عاش بعضهم في قصور الأمراء المسيحيين كرهائن ومن أمثلة ذلك ما تم بين ابن عمار والكونت ريموند برينار الثاني في برشلونة من اتفاقهما ضد أمير مرسية على أن يعطي ريموند للمسلمين ابن أخيه وأن يأخذ عنده الصبي رشيد ابن الخليفة المعتمد كرهينة لديه لضمانة تنفيذ الاتفاق ولعب الشطرنج الشهير الملك ألفونس السادس قد تعلم فنون هوايته تلك بين العرب حين طرده أخوه عن العرش والبلاد معا فنجأ إلى العرب الذين أكرموا وفادته وملكوا عليه نفسه لقد عامله يحيى بن مأمون ملك طليطلة كأحد أبنائه وأبقاه لديه عدة سنوات في قصر خاص به زوده بكل وسائل الراحة ووضعه تحت تصرفه ولما استطاع ملك خشطالة بعد كفاح دام مدة خمس سنوات أن يحتل طليطلة سمى نفسه ملك رعاية ديانتين ولم يلبث أن تأثر بالحضارة العربية حتى أنه اتخذ لنفسه زوجة منهم بعد وفاة زوجته ولم تكن الزوجة الجديدة إلا سعيدة ابنة المعتمد من زوجته الرميكية اعتماد وقعت المؤلفة في الخطأ الذي يقع فيه أكثر المؤرخين الأجانب من أن المعتمد ابن عباد قد زوج ابنته سعيدة لألفونس السادس والحقيقة أن ألفونس السادس كان قد تزوج من زائدة أو أنها كانت حضيته وهي المسلمة المتنصرة التي كانت زوجة للفتح ابن المعتمد ابن عباد للاستزادة راجع كتاب دول الطوائف وقدمت الزوجة العربية الشابة إلى زوجها تحمل ثقافة قومها وعاداتهم وتقاليدهم العربية وأنجبت الملكة العربية للملك بالإضافة إلى زوجاته الست وخليلاته العديدات وريث عرشه ولكن سانشا الصغير وريث العرش لم يطل به العمر فمات وهو في الحادية عشرة من عمره في إحدى المعارك ضد البربر وزوج ألفونس بناته العديدات لأمراء فرنسيين وبورجنديين كما زوج ابنته ألفيرا للملك روجر الثاني الصقالي وهكذا كان التزاوج وسيلة لنشر الثقافة الإسبانية وكان الزواج بين سكان إسبانيا الشمالية وأهل الأندلس أمرا يحدث كل يوم ليس بين الأمراء وعلية القوم فحسب بل بين العامة من الناس أيضا فهذا شاعر إسباني يتزوج مغنية عربية ويتبعها إلى وطنها غرناطة ويدخل في الإسلام ثم يعود إلى قشطالة بعد ثلاثة عشر عاما بزوجته وحفنة من الأطفال يتحدثون العربية ويترنمون بالأغاني والقصائد الكثيرة التي نظمها هو بالعربية مرائيا الوزن والقافية وتعددت المسالك التي سلكتها حضارة الأندلس في طريقها للغرب فعمل كثيرون من العرب كمربين لأطفال الملوك أو كأطباء أو كتبة في بلاطهم في برشلونة وليشبونة وبرغش كما هاجر كثير من المسيحيين المتعربين إلى قشطالة وأراجون وأرجونة بعد أن هاجم المرابطون والمواحدون من إفريقيا بلاد الأندلس فكانت ألوفهم حملة مشاعر الثقافة والأدب الأندلسي وصاروا بسلوكهم ومظهرهم الحسن مثالا يحتذا كما عمل الأسرى من المسلمين أيضا على نقل الحضارة العربية لأمراء شمال إسبانيا ولم تكن بلدان شمال إسبانيا على صلة بالأندلس في الجنوب فحسب بل كانت أيضا على صلة دائمة ببلدان أوروبا سياسيا وتجاريا ولم تكن البارانيس لتمنع تلك الصلات ومن هنا وجدت الحضارة العربية الأندلسية طريقها إلى الغرب وعندما احتل ألفونس السادس طليطلة عام 1085 ميلادي ساهم معه في الاستلاء على المدينة العربية وحصارها فرسان ألمان وإيطاليون وفرنسيون بل إن أول أسقف لها كان فرنسيا حضر بكهنته من كلوني واندمج الجميع بسكان المدينة العربية وظلت مدرسة المدينة التي أسسها ريموند بمجموعاتها الهائلة من الكتب العربية تجذب آلاف الأوروبيين من مختلف البلدان إليها وعندما حوصلت ليشبونا عام 1147 ميلادي واحتلت دخلها جنود من الإنجليز والألمان والفرنسيين وعينوا عليها أسقفاً إنجليزياً واحتل الملك آلفونس المدينة ووزع الأسلاب على جنوده من مختلف البلدان الأوروبية وقد حمل مشعل الحضارة العربية عبر الأندلس ألوف من الأسرى الأوروبيين عادوا من قرطبة وسرقسطة وغيرها من مراكز الثقافة الأندلسية كما مثل تجار ليون وجنوى والبندقية ونورنبرغ دور الوسيط بين المدن الأوروبية والمدن الأندلسية واحتكت ملايين الحجاج من المسيحيين الأوروبيين في طريقهم إلى سانتياغو بالتجار العرب والحجاج المسيحيين القادمين من شمال الأندلس كما ساهم سيل الفرسان والتجار ورجال الدين المتدفقين سنويا من أوروبا على إسبانيا في نقل أسس الحضارة الأندلسية إلى بلادهم وحمل اليهود من تجار وأطباء ومتعلمين ثقافة العرب إلى بلدان الغرب كما اشتركوا في أعمال الترجمة بمدينة طليطلة ونقلوا عن العربية عدبا كبيرا من القصص والأساطير والملاحم واحتفظ الملوك والأمراء وعلية القوم من المسيحيين في قصورهم بالجواد من الأسرى وعشقوا آلاتهن الموسيقية وأغانيهن ورقصاتهن ويحكي أحد المسافرين الألمان أن كونتا من أصدقائه في برغش كان يمتلك في قصره نساء رائعات الجمال يتزين ويلبسن الملابس العربية ولهن سلوك خاص في الحركة والأكل والشرب وكلهن يجدن الرقص والغناء الأندلسي واهتم السادة في الغرب اهتماما كبيرا بالجاريات العربيات وحدث في عام 1064 ميلادي أن قدم مندوب البابا أليكسندر الثاني بجيش من الفرنسيين والبرجنديين والنورماليين إلى مركز دفاعي على الحدود العربية الأندلسية اسمه بارباسترو ولما رأى العرب عدم جدوى مقاومتهم استسلموا بعد أن حصلوا على كلمة شرف بالسماح لهم بالانسحاب من الموقع دون أن يلحق بهم أي أذى ولم يكد الجنود يغادرون مواقعهم الدفاعية حتى انقض عليهم المسيحيون وقتلوهم عن آخرهم ثم استداروا إلى أهل البلدة وأعملوا فيهم السيف تذبيحا حتى قتلوا منهم ستة آلاف تعفنت جثثهم في بركة من الدماء وحمل مندوب البابا مزهوا معه إلى روما أكثر من ألف امرأة عربية كأسرى وحمل الأمراء الآخرون بعد تلك المذبحة البشرية آلافا من النساء والفتيات العربيات معهم إلى قصورهم في نورماندي وبورجينديا والبروفانس وكان على رأس هؤلاء الأمراء فيلهلم الثامن دقو أكيتانيا وكونت بوتيه وفيلهلم الثامن هذا هو والد أنيتز زوجة الملك آلفونس السادس وخلف فيلهلم الثامن عام 1071 ميلادي ابنه فيلهلم التاسع الذي تزوج أميرة إسبانية من أراغون والذي اشتهر في التاريخ كأول تروبادور عرفه الغرب والتروبادور شاعر غنائي اشتق اسمه من الكلمة العربية طرب وهو ينظم أغانيه على النظام العربي الذي وضعه شاعر الغنائي العربي ابن قزمان وابن قزمان هو شاعر البلاط الكبير في بطليوس الذي قسى عليه الدهر وأصبح مغنيا متجولا يصحب قردا ويسير في الشوارع يستجد الناس ولقد اندمج فيلهلم التاسع في قصر أبيه بمئات الجاريات والمغنيات اللواتي أحضرهن والده الدوق من الأندلس عام 1064 ميلادي بعد المذبحة الألمة وأخذ عنهن أوصول فن الغناء العربي وانتشرت المستعمرات الإسلامية في غربي أوروبا خاصة في جنوبي فرنسا وغربي جبال الألب واستمرت الإمدادات العربية تصل إليها من إسبانيا وإفريقيا وقيل أن الطفل اللقيط الذي وجد أمام باب أحد الأديرة عام 945 ميلادي وارتقى عرش البابوية عام 999 ميلادي بإسم سيلفيستروس الثاني ما هو إلا طفل عربي وتزوج فريدريك الثاني في المرة الأولى من أميرة إسبانية من أراغون أيضا وقدمت الأميرة كونستينزا ومعها وصفاتها من سيدات المجتمع الإسباني وبصحبتها جماعة من الفرسان بقيادة أخيها ألفونس القادم من البروفانس في جنوبي فرنسا ومع الأميرة تدفق سيل من التأثيرات العربية الإسبانية على سقلية التي كانت هي نفسها مهدا للحضارة العربية الأصيلة تعرف الحب العذري وأشعار الغزل تقال في الفتاة العادية وليس فقط في سيدات النبلاء كما شاء في فرنسا الجنوبية وتدرب القيصر وأولاده مع مجموعة من الشعراء على نظم الشعر الغنائي وبدأوا تماما كما حدث في جنوبي فرنسا وألمانيا في نظم أشعارهم بلغة البلاد وكان ما أنتجه هو البذرة الأولى التي أنبتت فيما بعد الأدب الإيطالي الكلاسيكي ويقول في ذلك بيترارك وفي زمان قصير شاع ذلك النوع من الشعر الذي ولد بسقلية في كل إيطاليا وتعدها فيقول دانتي ولذلك يسمى كل ما نظمه أجدادنا من أشعار بلغة البلاد بالشعر السقلي لقد تأثر الشاعران الإيطاليان دانتي وبترارك بالأشعار العربية بيترارك عن غير عمد ودانتي لاهتمامه الشخصي بالأشعار العربية والتصوف والفلسفة الأندلسية وابن رشد وبينما نجد في أشعار بيترارك تأثيرات عربية غير مباشرة نجد أثر ابن عربي ومؤلفاته واضحة وضحا تاما في أشعار دانتي وفي الوقت نفسه وفد إلى ألمانيا ووسط أوروبا تيار جديد من جنوبي فرنسا ظهر على شكل أشعار غنائية تتناول المرأة وكانت تلك الأشعار في ذلك الوقت أشبه ما تكون بثورة على أوضاع غريبة جعلت من المرأة كائنا أدنى مكانة من الرجل بإن وجهها هو آدات من أدوات الشيطان للتغرير بالناس فهي مرتبطة في الأذهان بالإثم والخطيئة وهي التي تحول بين العبد والرب وتنحرف بالناس عن الطريق السوي وانتهت سيادة العرب على إسبانيا عام 1492 ميلادي في الثاني من يناير عندما رفع الكاردنال بيدرو جونزاليس الصليب على قصر الحمراء الهامبرا وبانتهاء تلك السيادة العربية انتهت أعظم حضارة عرفتها أوروبا في القرون الوسطى وانتهى عصر عظيم نعمت فيه إسبانيا بالرخاء والخير العميم فارتفعت صناعاتها واستغلت مواردها وزاد عدد سكانها وازدهرت فيها العلوم والآداب والفنون بدرجة لم تعرف لها من قبل مثيلا ورعت السلطات المسيحية الجديدة شروط الصلح لمدة ثمان سنوات وكان رئيس الأساقفة تالافيرا يعجب بالحضارة العربية ويكن للعرب كل تقدير واحترام وكان دائما يردد قوله إن العربية تنقصه العقيدة المسيحية أما الإسباني فتنقصه لكي يصبح مسيحيا حقا الأفعال الحاميدة التي يفعلها العربي انتقلت الحال في عصر رئيس الأساقفة إخوان كاسيمانيز الذي خلف تالافيرا المتسامح فلم يلبث المسلمون أن لاقوا أهوالا أفضع من أن توصف سببها التعصب الديني الأعمى وأصبح السجن والتعذيب والحرق وسط النيران في عقوبات من يمارس شعائر الإسلام أو ينطق لغتهم أو يتغنى بأشعارهم وأصبحت زيارة الحمام جريمة وما تبقى من الكتب والمخطوطات العربية والذي لم يسلب أو ينهب جمعه رجال الأسقف بمنتهى العناية ليوقدوا فيه النار وهكذا حرقت يد التعصب مليونا وخمسة آلاف من المجلدات هي مجهود العرب في الأندلس وثمرة نهضتهم في ثمانية قرون خاتمة من يعرف نفسه ويعرف الآخرين لابد له أن يعترف هنا أيضا أن الشرق والغرب لا ينفصلان وتدفقت جموع العرب المتوحشين بوجوههم السوداء وخيلهم الكئيبة فوق أرض إسبانيا التي تركها أهلها فزعا وانثنت الأرض ألما تحت وقع سنابك خيولهم التي خربت الحقول وهدمت المنازل ولم تترك نبتا ولا زرعا هذا هو النص الذي يقرأه اليوم أطفال المدارس في الغرب عن فتح المسلمين للأندلس وما كان يمكن أن يحدث لبلدان الغرب لو لم يهزم شارل مارتل العرب وينقذ أوروبا المسيحية من شرورهم والواقع أن مثل تلك الجمل قد ألفناها في الغرب وتعلمناها حتى حسبناها حقائق لا تقبل الشك تماما كاعتقادنا بأن العرب ليسوا بأصحاب حضارة إنما هم مجرد وسطاء نقل إلينا حضارة الإغريق هل فكر شارل حين هاجم المسلمين بجنوده أن يكون كما يدعي بعضهم منقذا للغرب الحقيقة أن شارل لم يخطر بباله شيء من هذا بل لقد ذهل حين أخبر في الصبح بعد معركة غير فاصلة أن المسلمين قد انسحبوا ولم يحتفل شعب شارل به قط كمنتصر على العرب وإنما احتفلوا به بوصفه قد أحرز النصر على القبائل الألمانية وسموه لذلك بشارل ذي المطرقة ولم يعر خلفائه معاركه عند بواتيه وأفنيون ونيم ومرسيليا ونربونا أي اهتمام يذكر وعندما أراد القيصر لودفيغ المتدين أن يسجل أمجاد أجداده على جدران قصره في مدينة إنجلهايم لم يجد في أعمال جده الكبير شارل مارتل ما يستحق التسجيل سوى انتصاره على القبائل ولم ترى الكنيسة في أعمال شارل مارتل وانتصاره في بواتيه أية بطولة أو حماية للمسيحية من أي نوع كان بل رأت في ذلك لعنة من الله تحل عليه كسارق لأموال الكنيسة استباح أموال الأديرة لتسليح وإعداد جنده الذين اشتركوا معه في القتال ولهذا وجد قبره بعد مماته خاليا لأن الشيطان حمله ليقذف به في الجحيم مكفرا عن آثامه ألا نبالغ نحن اليوم في تصوير ما حدث عند بواتيه إن مؤرخا بلجيكيا يرى أن ما حدث لم يكن له من نتيجة سوى منع اتساء رقعة دولة العرب في الأندلس وإن أحدا في عام 732 ميلادي لم يكن يفرق بين سيادة المسلمين والمسيحيين أكثر من تفريقه بين سيادة روما وسيادة القيصر ففي العام ذاته 732 ميلادي أرسل البابا غريغوريوس الثالث رجلا سوريا يدعى بونيفاتيوس إلى ألمانيا فأخضع مقاطعتي التورينجر والهاسن لنفوذ البابا وفي عام 738 ميلادي وبينما شارل مارتل مشغول بصراعه مع العربي من جديد انتهز بونيفاتيوس تلك الفرصة وأخضع بافاريا أيضا للكرسي البابوي ونشر نظام روما الكنسي في ألمانيا هذه هي الحقائق الثابتة أما ماذا كان يمكن أن يحدث للغرب لو لم يقف زحف المسلمين فهذا سؤال لا يستطيع التاريخ أن يجيب عليه لأنه لم يحدث فعلا والتاريخ لا يخمن ولا يفترض الإفتراضات ليبني عليها نتائج لم يكتب لها الوجود وبرغم هذا فإن المؤرخين لا زالوا يرددون هذا السؤال ويجيبون عليه إجابة الواثق من صواب رأيه دون أن يملك دليلا واحدا يثبت به ما يدعيه فليس ثمت كتاب تاريخ في الغرب إلا وذكر شيئا عن فض شارل مارتل في الدفاع عن المسيحية أو حماية الغرب أو المحافظة على المدنية الغربية من الزوال أو ليس من العجيب أن نتساءل لماذا نفسر كما يحل لنا والعرب قد فتحوا فعلا جزءا من أوروبا هو الأندلس فلم يقضوا على المسيحية التي يزعمون أن شارل مارتل قد حماها ولم يقضوا على المدنية الغربية التي لم يكن لها وجود لقد حولوا الأندلس فيما أتي عام حكموها من بلد جد فقير مستعبد إلى بلد عظيم مثقف مهذب يقدس العلم والفن والأدب قدم لأوروبا سبل الحضارة وقادها في طريق النور إن التاريخ لا يهتم بماذا كان يمكن أن يحدث لو أن هذا قد حدث أو لو أن ذاك لم يحدث إن التاريخ أعمق وأدق من أن يسبح في الخيال فواجبه الأول هو الاهتمام بالحقائق فكل موجة علم أو معرفة قدمت لأوروبا في ذلك العصر كان مصدرها البلدان الإسلامية كما أوجد الإسلام باستيلائه على بلدان البحر الأبيض المتوسط وضعا سياسيا جديدا أدى إلى نقل مركز الثقل في الغرب من البحر المتوسط إلى ألمانيا فأصبح الرين هو المنظم للسياسة الأوروبية وكان رد الجرمان غير المباشر على ذلك التوسع الإسلامي هو تكوين الجيوش من الفرسان وتأسيس المنظمات الدينية لفرسانهم والتفكير بالحروب الصليبية ضد فلسطين ولقد كان ظهور الإسلام وتوسعه عاملا أنقذ الكنيسة من الإنحدار وأرغمها على إعداد نفسها لمواجهة تلك القوى المعادية دينيا وفكريا وماديا والعلى أكبر دليل على هذا هو أن الغرب بقي في تأخوره ثقافيا واقتصاديا طوال الفترة التي عزل فيها نفسه عن الإسلام ولم يواجه ولم يبدأ ازدهار الغرب ونحطته إلا حين بدأ احتكاكه بالعرب سياسيا وعلميا وتجاريا واستيقظ الفكر الأوروبي على قدوم العلوم والآداب والفنون العربية من سوباته الذي دام قرونا ليصبح أكثر غنا وجمالا وأوفر صحة وسعادة والعداء الديني والتعصب الأعمى كانا أسوأ قائد للشعوب حرماها من الحياة والإزدهار ولئن كان التقارب بين الشرق والغرب في فترات متباعدة قد أدى إلى نقل الحضارة العربية إلى أوروبا لتبدأ نهضة الغرب فإن التنازع الدائم بينهما قد مثله الآخر دوره في شحذ الهمم وخلق الحضارة الغربية إلى حيز أوروبا والبشر جميعا تمت قراءة كتاب عرب الأندلس وهو الكتاب السابع من كتاب شمس العرب تسطع على الغرب للمستشرقة الألمانية زيغريد هانكا قرأه عليكم عبد البارد طوشاني يمكنك الاستماع لكتاب شمس العرب تسطع على الغرب كاملا ستجده على القناة بقائمة تشغيل خاصة به ترجمة نانسي قنقر